الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من الكتاب الرقم سبعون سورة المعارج وآياتها اربع واربعون نزلت بعد الحق بعد الحاقة ثلاثم واربعون آية في عبد الشامي سوى اهل حمص واربع واربعون في عبد الكوفي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وأهل حمص اختلافها آية واحدة واحد عد أهل حمص بأسرهم قولة كان مقداوه خمسين ألف سنة آية إلا الشامي واحدة لم يعدها آية بين معقوفتين وهي الآية الرابعة الرقم واحد وسبعون سورة نوح عليه السلام آياتها ثمان وعشرون نزلت بعد النحل ثمان وعشرون آية في عبد الكوفي تشع وعشرون في عبد البصري وعطاء والشامي سوى اهل حمص ثلاثون آية في عبد المكي والمدنيين واهل حمص اختلافها أربع آيات واحد عبد الشامي والمكي والمدنيين والبصري ولا سواعى آية بين معقوفتين وهي بعض الآية الثالثة والعشرين اثنان عبد الكوفي والمدنيين الأخير ونسرى آية بين معقوفتين وهي خاتمة الآية الثالثة والعشرين ثلاثة عبد المكي والمدني الأول وقد أضل كثيرا آية بين معقوفتين وهي صدر الآية الرابعة والعشرين أربعة عبد الشامي والمكي والمدنيين والبصري فأدخلوا نارا آية بين معقوفتين وهي بعض الآية الثالثة والعشرين ورئى عن أهل حمص أنهم عدوا وجعل القمر فيهن نورا آية بين معقوفتين وهي صدر الآية الثالثة عشر الرقم اثنان وسبعون سورة الجن آياتها ثمان وعشرون نزلت بعد الأعراف ثمان وعشرون آية في عبد الجميع إلا في الجملة التي يرويها ابن أبي بردة عن أهل مكة فإنها سبع وعشرون آية اختلافها اثنتان واحد عد أهل بغداد كلهم ملتحدا آية وهي نهاية الآية الثانية والعشرين إلا أهل مكة فإنها ليست بآية في عددهم اثنان وعد أهل مكة قوله لن يجيرني من الله أحد آية بين معقوفتين وهي بعض الآية الثانية والعشرين الرقم ثلاثة وسبعون سورة المزمل آياتها أشرون نزلت بعد القلم ثمان عشرة آية في عد رجلين من المدني الأخير وهما أبو جعفر وشيبة وتسع عشرة في عد البصري وعطاء وأهل حمص وعشرون آية في عد الشامين سوى أهل حمص وفي عد الكوفي والمدني الأول ورجل واحد من المدني الأخير وهو نافع اختلافها ثلاث آيات واحد عد الشامي والكوفي والمدني الأول يا أيها المزمل آية وهي الآية الأولى اثنان عد المكي ونافع وحده من المدني الأخير إنا أرسلنا إليكم رسولا آية بين معقوفتين وهي صدر الآية الخامسة عشرة ثلاثة عد الشامي والكوفي والمكي والمدني الأول ومن الأخير نافع وحده والبصري يوما يجعل الويدا نشيبا آية بين معقوفتين وهي خاتمة الآية السابعة عشرة الرقم أربعة سبعون سورة المدثر آياتها ست وخمسون نزلت بعد المزمل خمس وخمسون آية في عد الشامي سوى أهل حمص وعد الكوفي والمدني الأخير وست في عد الكوفي والمدني الأول والبصري وعطاء وأهل حمص اختلافها آيتان واحد عد الشامي والكوفي والمكي والمدني الأول وواحد من المدني الأخير بين قوسين وهو نافع والبصري في جنات يتساءلون آية بين معقوفتين وهي الآية الأربعون اثنان عد الكوفي أيضا والمدني الأول ورجلان من المدني الأخير وهما أبو جعفر وشيبة والبصري عامل المدرين آية بين معقوفتين وهي الآية الحادية والأربعون وفي ذملة آية السورة بين أهل مكة اختلاف لأن أبا برزة روى في كتابه أنها ست وخمسون بلا تفصيل الرقم خمسة وسبعون سورة القيامة آياتها أربعون نزلت بعد القارعة تسع وثلاثون آية في عد الشامي سوى أهل حمص وعد المكي والمدنيين والبصري وعطاء أربعون في عد الكوفي وأهل حمص خلافها آية واحدة واحد عند الكوفي وحدة لتعجل به آية بين معقوفتين وهي نهاية الآية السادسة عشرة الرقم ستة وسبعون سورة الإنسان آياتها إحدى وثلاثون نزلت بعد الرحمن إحدى وثلاثون آية بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم سبعة وسبعون سورة المرسلات آياتها خمسون نزلت بعد الهمزة خمسون آية بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ثمانية وسبعون سورة النبأ آياتها أربعون نزلت بعد المعارج أربعون آية في عد الشامي والكوفي والمدنيين وإحدى واربعون في عد المكي والبصري وعطاء اختلافها آية واحدة واحد عد المكي والبصري عذابا قريبا آية بين معقوفتين وهي بعض الآيات الأربعين الرقم تسعة وسبعون سورة النازعات آياتها ست واربعون نزلت بعد المبأ خمس واربعون آية في عد الشامي والمكي والمدنيين والبصري وعطاء وست في عد الكوفي اختلافها آيتان واحد عد الكوفي والمكي والمدنيين متاعا لكم ولأنعانكم آية بين معقوفتين وهي الآية الثالثة وثلاثون اثنان عد الشامي والكوفي والبصري فأما معنط آية بين معقوفتين وهي الآية السابعة والثلاثون الرقم ثمانون سورة عبس آياتها اثنتان وأربعون نزلت بعد النجم أربعون آية في عد الشامي سوى أهل حمص واحدى وأربعون في عد أبي جعفر وحده من المدني الأخير والبصري وعطاء وأهل حمص واثنتان وأربعون في عد الكوفي والمكي والمدني الأول وشيبة ونافع من المدني الأخير اختلافها ثلاث آيات واحد عد أهل العد المسمون كلهم فلينظر إنسان إلى طعامه آية وهي الآية الرابعة والعشرون إلا أبا جعفر فإنه لم يعدها آية اثنان عد الكوفي والمكي والمدنيان متاعا لكم ولأنعامكم آية وهي الآية الثانية والثلاثون ثلاثة وعد أهل العد كلهم فإذا جاءت آية وهي صدر الآية الثالثة والثلاثين إلا الشامي عحده فإنه لم يعدها آية الرقم واحد وثمانون سورة التكوير آياتها تسع وعشرون نزلت بعد المسد ثمان وعشرون آية في عد أبي جعفر وحده وتسع وعشرون في عد الجميع بعده اختلافها آية واحدة واحد في عد الجميع فأين تذهبون آية وهي الآية السادسة والعشرون إلا أبا جعفر فإنه لم يعدها آية من بينهم الرقم اثنان وثمانون سورة الانفطار آياتها تسع عشرة نزلت بعد النازعات تسع عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ثلاثة وثمانون سورة المطففين آياتها ست وثلاثون نزلت بعد العنكبوت ست وثلاثون آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم أربعة وثمانون سورة الانشقاق آياتها خمس وعشرون نزلت بعد الانفطار ثلاثة وعشرون آية في عد الشامي والبصري وحمص وفي عد الكوفي والمكي والمدنيين خمس وعشرون اختلافها آيتان واحد عد الكوفي والمكي والمدنيان كتابه بيمينه آية وهي خاتمة الآية السابعة اثنان وعد أيضا كتابه وراء ظهره آية وهي خاتمة الآية العاشرة الرقم خمسة وثمانون سورة البروج آياتها اثنتان وعشرون نزلت بعد الشمس اثنتان وعشرون آية في قول الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها إلا في قول أهل حمص فإنها في عدهم ثلاث وعشرون قال أبو الحسين ابن المنادة فإن كانوا عد تجري من تحتها الأنهار آية وهي بعض الآية الحادية عشرة وإلا فلا يدر من أين جاءت زيادتهم الرقم ستة وثمانون سورة الطارق آياتها سبع عشرة نزلت بعد البلد ستة عشرة آية الرقم سبعة وثمانون سورة الأعلى آياتها تسع عشرة نزلت بعد التكوير تسع عشرة آية في عد الجميع ولا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ثمانية وثمانون سورة الغاشية آياتها ستة وعشرون نزلت بعد الذاريات ستة وعشرون آية في عد الجميع بلا اختلاف بينهم في شيء منها الرقم تسعة وثمانون سورة الفجر آياتها ثلاثون نزلت بعد الليل تسع وعشرون آية في عد البصري وعطاء وثلاثون في عد الشامي والكوفي واثنتان وثلاثون في عد المكي والمدني اختلافها اربع آيات واحد عد المكي والمدنيان واهل حمص فاكرمه ونعمه آية وهي بعض الآية الخامسة عشرة اثنان وعد كلهم غير اهل حمص فيقول ربي اكرمًا آية وهي خاتمة الآية الخامسة عشرة ثلاثة وعد أيضا اهل مكة والمدينة فقدر عليه رزقه آية وهي بعض الآية السادسة عشرة اربعة وعد الشامي والمكي والمدنيان وجيء يومئذ بجهنم آية وهي صدر الآية الثالثة والعشرين وعد الكوفي وحده فادخلي في عبادي آية وهي الآية التأسعة والعشرون حاشية وعلى هذا يكون الخلاف في خمس آيات لا في أربع انتهت الحاشية الرقم تسعون سورة البلد آياتها عشرون نزلت بعد قاف عشرون آية بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم واحد وتسعون سورة الشمس آياتها خمس عشرة نزلت بعد القدر خمس عشرة آية في عد الشامي والكوفي والمكي وخليف من المدني الأخير وأبو جعفر وشيبة والبصري وعطاء ابن يسار وست عشرة آية في عد المدني الأول ورجل واحد من المدني الأخير وهو نافع اختلافها آية واحد واحد عد المدني فكذبوه فعقروها آية الرقم اثنان وتسعون سورة الليل آياتها احدى وعشرون نزلت بعد الأعلى احدى وعشرون آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ثلاثة وتسعون سورة الضحى وآياتها احدى عشرة نزلت بعد الفجر احدى عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم اربعة وتسعون سورة الانشراح وآياتها ثمان نزلت بعد الضحى ثمان آيات في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم خمسة وتسعون سورة التين آياتها ثمان نزلت بعد البروج ثمان آيات في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ستة وتسعون سورة العلق آياتها تسع عشرة وهي اول ما نزل من القرآن ثمان عشرة آية في عد الشامي سوى اهل حمص وتسع عشرة آية في عد الكوفي والبصري وعطاء وأهل حمص وعشرون آية في عد المكي والمدنيين اختلافها آيتان واحد عند أهل العد إلا الشامي وحده أرأيت الذي ينهى آية فإنه لم يعدها معهم وهي الآية التاسعة اثنان عد المكي والمدنيان كلا لإن لم ينتهي آية وهي صدر الآية الخامسة عشرة الرقم سبعة وتسعون سورة القدر آياتها خمس نزلت بعد عبس خمس آيات في عد الكوفي والمدنيين والبصري وعطاء وست في عد الشامي والمكي اختلافها آية واحدة واحد عد الشامي والمكي ليلة القدر الحرف الثالث آية هامش تكررت كلمة ليلة القدر في الآيات الثلاثة الأولى ثلاث مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر وهي صدر الآيات الثالثة فالمراد بالحرف الثالث المرة الثالثة وانتهى الهامش عد الشامي والمكي ليلة القدر الحرف الثالث آية وفي جملة آية هذه السورة بين أهل مكة خلاف لأن ابن أبي برزة روى أنه خمس آيات بلا تفصيل الرقم ثمان وتسعون سورة لم يكن البينة وآياتها ثمان نزلت بعض الطلاق ثمان آيات في عد المدنيين والكوفي والمكي وأهل حمص وتسع آيات في عد الشامي سوى أهل حمص وفي عد البصري وعطاء اختلافها آية واحدة واحد عد الشامي والبصري مخلصين له الدين آية وهي بعض الآية الخامسة الرقم تسعة وتسعون سورة الزلزلة وآياتها ثمان نزلت بعد النساء ثمان آيات في عد الكوفي والمدني الأول وتسع آيات في عد الشامي دون أهل حمص وفي عد المكي والمدني الأخير والبصري وعطاء بن يسار اختلافها آية واحدة واحد عد الشامي والبصري والمكي والمدني الأخير والبصري أشتات آية وهي بعض الآية السادسة مئة سورة العاديات آياتها إحدى عشرة نزلت بعد العصر إحدى عشرة آية في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم واحد بعد المئة سورة القارعة آياتها إحدى عشرة نزلت بعد قريش ثمان آيات في عد البصري وعطاء والشامي دون أهل حمص وعشرة آيات في عد الكوفي اختلافها ثلاث آيات واحد عد الكوفي القارعة الحرف الأول آية وهي الآية الأولى حاشية ذكرت كلمة القارعة في الآيات الثلاث الأولى ثلاث مرات ويقصد المؤلف بالحرف الأول المرة الأولى انتهت الحاشية اثنان عد الكوفي والمكي والمدنيان ثاقلت موازينه آية وهي نهاية الآية السادسة ثلاثة وعد أيضا خفت موازينه آية وهي نهاية الآية الثامنة الرقم اثنان بعد المئة سورة التكاثر آياتها ثمان نزلت بعد الكوفر ثمان آيات في عد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم ثلاثة بعد المئة سورة العصر آياتها ثلاث نزلت بعد الشرح ثلاث آيات في عد الجميع بلا اختلاف بينهم في شيء من جملتها واختلفوا في عد اثنتين منها واحد عد الشامي والكوفي والمكي والمدني الأول والبصري والعصر آية وهي الآية الأولى اثنان وعد المدني الأخير وتواصلوا بالحق آية وهي بعض الآية الثالثة الرقم أربعة بعد المئة سورة الهمزة آياتها تسع نزلت بعد القيامة تسع آيات في عد الجميع بلا اختلاف بينهم في شيء منها الرقم خمسة بعد المئة سورة الفي آياتها خمس نزلت بعد الكافرون خمس آيات في عد الجميع بلا اختلاف بينهم في شيء منها الرقم ستة بعد المئة سورة قريش آياتها أربع نزلت بعد التين أربع آيات في عد الشامي دون أهل حمص وفي عد الكوفي والبصري وعطاء وخمس في عد الكوفي والمدنيين وأهل حمص اختلافها آية واحدة واحد عد المكي والمدنيين من جوع آية وهي بعض الآية الرابعة الرقم سبعة بعد المئة سورة الماعون آياتها سبع نزلت بعد التكافر ست آيات في عد الشامي دون أهل حمص وفي عد المكي والمدنيين وسبع آيات في عد الكوفي والبصري وعطاء وأهل حمص اختلافها آية واحدة واحد عد الكوفي والبصري الذين هم يراءون آية وهي الآية السادسة الرقم ثمانية بعد المئة سورة الكوفر آياتها ثلاث نزلت بعد العاديات ثلاث آيات في عبد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم تسعة بعد المئة سورة الكافرون آياتها ست نزلت بعد الماعون ست آيات في عبد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم عشرة بعد المئة سورة النصر آياتها ثلاث نزلت بعد التوبة ثلاث آيات في عبد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم احد عشر بعد المئة سورة المسد آياتها خمس نزلت بعد الفاتحة خمس آيات في عبد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم اثنى عشر بعد المئة سورة الإخلاص وآياتها أربع نزلت بعد الناس أربع آيات في عبد الكوفي والمدنيين والبصري وعطاء وخمس آيات في عبد الشامي والمكي واحد عبد الشامي والمكي لم يلد آية وهي صدر الآيات الثالثة الرقم ثلاثة عشر بعد المئة سورة الفلق آياتها خمس نزلت بعد الفيل خمس آيات في عبد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء منها الرقم أربعة عشر بعد المئة سورة الناس آياتها ست نزلت بعد الفلق ست آيات في عبد الكوفي والمدنيين والبصري وعطاء وسبع آيات في عبد الشامي والمكي اختلافها آية واحدة واحد عبد الشامي والمكي الوسواس آية وهي الآية الرابعة تمت سور القرآن العظيم بحمد الله وعونه ويليه عدد آيات السجدات حاشية أشر المصنف إلى أنه سيذكر آيات السجدات ولكن لم أجد ما يشير إليها في المخطوطتين وحرصا على استكمال الفائدة للقارئ أنقل ما ورد في زاد المعاد لابن القيم عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن انتهى الوجه الأول أولي قراءة الهامش كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجده كبر وسجد وربما قال في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وربما قال اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا وجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وذكرهما أهل السنن ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الأصحاب ولا نقل فيه عن تشهد ولا سلام ألبتة وقال أحمد أما التسليم فلا أدري ما هو وصح علم صلى الله عليه وسلم أنه سجد في وفي ألف لام تنزيل وفي صاد وفي النجم وفي إذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك وذكر أبو داود عن عمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان وفي كتب الفقه ما يغني عن البيان وانتهت الحاشية الباب الثامن ذكر ما في القرآن من السور المتفقة في العدد على مذهب أهل الكوفة الأخوات واحد الفاتحة سبع ومثلها الماعون اثنان الأمثال خمس وسبعون ومثلها الزمر ثلاثة يوسف مئة وإحدى عشرة ومثلها بنو إسرائيل أربعة إبراهيم اثنتان وخمسون ومثلها نون والحاقة خمسة الحج ثمان وسبعون ومثلها سورة الرحمن عز وجل ستة القصص ثمان وثمانون ومثلها صاد سبعة الروم ستون ومثلها الذاريات ثمانية السجدة ثلاثون ومثلها الملك والفجر تسعة سبع أربع وخمسون ومثلها المصابيح حاشية المراد سورة فصلت لتضمنها الآية وزيّن السماء الدنيا بمصابيح الآية الثانية عشرة وانتهت الحاشية عشرة فاطر خمس واربعون ومثلها قاف حادي عشر الفتح تسع وعشرون ومثلها الحديد ثاني عشر الحجرات ثمانية عشرة ومثلها التغاب ثالث عشر المجادلة اثنتان وعشرون ومثلها البروج رابع عشر الجمعة احدى عشرة ومثلها المنافقون والضحى والعاديات والقارعة خامس عشر الطلاق اثنتا عشرة آية ومثلها النجم سادس عشر نوح ثمان وعشرون ومثلها الجن سابع عشر المزمن عشرون آية ومثلها البلد ثامن عشر القيامة اربعون ومثلها التكوير تاسع عشر الانفطار تسع عشرة ومثلها سبح والعلق عشرون ألم نشرح ثمان ومثلها التين لم يكن الزلزلة والتكاثر واحد وعشرون سورة القدر خمس مثلها الفيل وتبت والفلق اثنان وعشرون سورة العصر ثلاث ومثلها الكوثر والنصر ثلاث وعشرون سورة قريش اربع آيات ومثلها الاخلاص اربع وعشرون سورة الكافرون ست ومثلها الناس فيكون جملة الاخوات على مذهب الكوفيين احدى وستين سورة الاخوات على مذهب البصريين اربع وستون سورة وعلى مذهب المكيين خمس وستون واذا اردت معرفة ذلك نظرت في الباب الذي قبله في عدد السور فاستخرجته وغيره من مذاهب المدنيين والشاميين وغيرهم فلم نرى التطويل بذكر ذلك وانما ذكرنا الكوفي لانه هو المعتمد عليه من الاعداد فصل في فضل قراءة ثلاثمائة آية والسور التي اجتمع فيها هذا العدد حاشية وهذا الباب ممن فردت به النسخة التيمورية انتهت الحاشية واحد انبأنا المبارك بن هارون قال انبأنا احمد بن الحسين ابن حرون قال انبأنا محمد بن علي بن العلاق قال انبأنا عثمان بن محمد الادمي قال انبأنا عبدالله بن سليمان ابن الاشعف قال انبأنا علي بن حرب قال انبأنا حفص بن عمر قال انبأنا عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ثلاثمائة آية كتب من السابقين اثنان قال يحيى بن الحارث الزماري عن القاسم ابن عبد الرحمن عن فضالة ابن عبيد وتميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ثلاثمائة آية يقول الجبار عز وجل نصيب عبدي فيما قال قال المصنف رحمه الله فمن ارد ان يقرأ سورة جمع فيها ثلاثمائة آية فانهن واحد البقرة والصف فالبقرة مئتان وست وثمانون والصف اربع عشرة اثنان كذلك الانعام وطاها فالانعام مئة وخمس وستون وطاها مئة وخمس وثلاثون ثلاثة وكذلك المؤمنون والصافات فالمؤمنون مئة وثمانية عشرة والصافات مئة واثنتان وثمانون اربعة وكذلك الشعراء والاحزاب فالشعراء مئتان وسبع وعشرون والاحزاب ثلاث وسبعون هذا كله على العدد الكوفي الباب التاسع بيان السور المكية والمدنية الاختلاف في المكي والمدني قد وقع في ذلك خلاف كثير قد ذكرته في كتب التفسير ولم ارى التطويل به هنا لان لا يتكرر في التصانيف جملة ما نزل في المدينة وقد قال ابن اشته جملة ما نزل في المدينة تسع وعشرون سورة نزلت في النصف الاول خمس سور متواليات هي الفاتحة والبقرة والامران والنساء والمائدة ثم الانفال والتوبة ثم الرعد واحدى وعشرون سورة في النصف الثاني وهي الحد والنور والاحزاب ثم القتال والفتح والحجرات ثم من الحديد الى خاتمة التحرير عشر سور ثم الانسان والقيامة والبينة والزلزلة والنصر السور المكية وباقي سور القرآن الخمس والثمانون مكية على خلاف في خمس هي القمر الرحمن بينما تكون السور المدنية تسع وعشرين نظم الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ ابياتا يفهم منها ان العلماء اتفقوا على مدنية اشرين سورة هي البقرة الى العمران النساء المائدة الانفال التوبة النور الاحزاب محمد الفتح الحجرات الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الجمعة المنافقون الطلاق التحريم والنصر واختلفوا في اثنتين عشرة سورة تعددت فيها الروايات وهي الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغاب والتطفيف والقدر ولم يكن واذا زلزلت والاخلاص والفلق والناس وما سوى ذلك فهو مكي باتفاق انظر الاتقان في الجزء الاول في الصفحة السابعة عشرة والثامنة عشرة وقد اثبت السيوطي هذه الابيات التي نظمها ابن الحصار وعلى ذلك يكون عدد السور المكية اثنتين وثمانين سورة لان تعداد القرآن كله مئة واربع واربع عشرة سورة ولمعرفة اماكن نزول السور والايات اهمية كبيرة لانها تعين على معرفة اسباب النزول وتواريخ الحوادث التي عرض لها القرآن وبذا تكون اياته اكثر وضوحة وقربا من الاذهان ولقراءة الهامش المطول ومن فوائده كما ذكر السيوطي العلم بالمتأخر فيكون ناسخة او مخصصة على رأي من يرى تأخير المخصص انتهت الحاشية الباب العاشر بين يدي هذا الباب يقول الزركشي اعلم ان القرآن انزله الله بلغة العرب فلا يجوز قراءته وتلاوته الا بها لقوله تعالى انا انزلناه قرآنا عربيا يوسف الاية الثانية وقوله ولو جعلناه قرآنا اعجميا فصلت الرابعة والاربعون يدل على انه ليس فيه غير العربي لان الله تعالى جعله معجزة شاهدة لنبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة قاطعة لصدقه وليتحدى العرب العرباء به ويحاضر البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته فلو اجتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة هذا مذهب الشافعي وهو قول جمهور العلماء منهم ابو عبيدة ومحمد بن جرير الطبري والقاضي ابو بكر الطيب في كتاب التقريب وابو الحسين ابن فارس اللغوي وغيرهم ترى ماذا قال ابن الجوزي تعالى اليه لنعرف الرأي منه باب ذكر اللغات في القرآن حاشية وهذا الباب ايضا ممن فردت به المخطوطة التيمورية ومما هو جدير بالذكر ان السيطية في اتقانه نقل عن ابن الجوزي في النوع السابع والثلاثين فيما وقع بغير لغة الحجاز قوله وقال ابن الجوزي في فنون الافنان في القرآن في القرآن في القرآن اتهمدان الريحان الرزق العيناء البيضاء العبقري التنافس الى اخره انتهت الحاشية هل في القرآن غير العربية روي عن علي ابن ابي طالب عليه السلام انه قال في هذا القرآن من كل لسان وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة ان في القرآن من غير لسان العرب وعن سعيد ابن جبير انه قال ما في الارض لغة الا انزلها الله تعالى في القرآن رأي من يرون عدم وجود غير العربية في القرآن وكان جماعة منهم ابو عبيدة يقول حاشية ابو عبيدة هو معمع ابن مثنى التيمي تيم قريش بالولاء كان اعلم الثلاثة الاصمعي وابي زيد وابي عبيدة بايام العرب وانسابهم واجمعهم لعلومهم واكملهم في الرواية والتاريخ واللغة والشعر انتهت الحاشية وكان جماعة منهم ابو عبيدة يقول من زعم ان القرآن لسان غير العربية فقد اعظم على الله عز وجل القول حاشية معناه اتى بامر عظيم انتهت الحاشية واحتج بقوله تعالى انا جعلناه قرآنا عربية الزخرف الثالثة قال المصنف رحمه الله قرأت على شيخنا ابي منصور اللغوي عن ابي عبيد انه قال حاشية ابو عبيد رومي الاصل وابوه عبد لرجل من هراه وكان حمالا وقد شب ابو عبيد رجلا صالحا تقيا ورعا ونبغى في العلوم اللسانية والدينية وكان ثقة عالما بالفقه والحديث والقراءات وعلوم القرآن والاخبار والرواية واللغة انتهت الحاشية قال المصنف رحمه الله قرأت على شيخنا ابي منصور اللغوي عن ابي عبيد انه قال ذهب ابو عبيد الى مذهب وغيره الى مذهب وكلاهما مصيب ان شاء الله تعالى وذلك ان في القرآن حروفا بغير لسان العرب في الاصل ثم لفظت بها العرب فعربتها فصارت عربية بتعريبها اياها حاشية التعريب كما جاء في المعجم الوسيط صبغ الكلمة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها الاجنبي الى اللغة العربية انتهت الحاشية فهي عربية في هذا الحال اعجمية الاصل فهذا القول يصدق الفريقين جميعا اسماء الانبياء وغيرهم العربي منها والاعجمي وقرأت على شيخنا ابي منصور ان اسماء الانبياء اعجمية كلها هامش هو ابو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي امام امام علم الكلام منسوب الى ما تريد محلة باسمر قند وصاحب كتاب التوحيد واوهام المعتزلة والرد على القرامط وغيرها وله تفسير ينسب اليه توفي سنة 33 و300 الفوائد البهية الصفحة الخامسة و90 بعد المئة وانتهت الحاشية وقرأت على شيخنا ابي منصور ان اسماء الانبياء اعجمية كلها نح ابراهيم واسماعيل واسحاق واسرائيل وايوب الا اربعة اسماء حاشية اسرائيل يعقوب انتهت الحاشية الا اربعة اسماء وهي ادم وصالح وشعيب ومحمد حاشية فائدة جاء في فتح المنان ببيان الرسل التي في القرآن نص النحا على ان اسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلها اعجمية الا اربعة محمد وصالح وشيث باتفاق وهود على الاصح وقيل ادم بدلا من هود فهي عربية منصرفة ولا يخفى ان اسماء الانبياء الاعجمية غير منصرفة الا نوح ولوط وشعيب وقد جمع بعضهم ما ينصرف من اسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام اعجميا وغيره في قوله تذكر شعيبا ثم نوحا وصالحا وهودا ولوطا ثم شيفا محمدا انتهت الحاشية فاما ابراهيم فقد تكلمت به العرب على وجه قالوا ابراهيم وابراهام وابراهيم وابراهيم حاشية اسم سرياني معناه ابو رحيم وقيل مشتق من البرهمة وهي شدة النظر قال ابن اسحاق ولد على رأس الفي سنة من آدم وبينه وبين نوح عشرة قرون وقال ابن الاثير الف ومئة واثنتان واربعون سنة انتهت الحاشية وفي اسماعيل لغات اسماعيل واسماعين بن نون واسحاق اعجمي وان وافق لفظ العربي يقال اسحقه الله يسحقه اسحاق حاشية فمصدر افعل هو الافعال قيل معناه بالعبرانية الضحاك ولد بعد اسماعيل باربع عشرة سنة والصحيح ان الذبيح هو اسماعيل انتهت الحاشية وفي اسرائيل لغات وقالوا اسرائيل بن نون وآذر اعجمي وان وافق لفظ العربي حاشية قال الزركشي في البرهان في اعراب كلمة آذر في سورة الانعام اعربوا آذر من قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه آذر بدلا الاية الرابعة والسبعون عزيز المستمع جاءت اللظة آذر بالذال وربما كان تصحيفا قال ابن عبد السلام والبدل لا يكون الا للبيان والاب لا يلتبس بغيره فيكف حسن البدل والجواب ان الابا يطلق على الجد بدليل قوله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يوسف الثامنة والثلاثون فقال آذر لدفع توهم المجاز ولقراءة الهامش هذا كله اذا قلنا ان آذر اسم ابيه لكن في المعرب للجوالقي عن الزجاج لا خلاف ان اسم ابي ابراهيم تارح والذي في القرآن يدل على ان اسمه آذر وقيل آذر ذم في لغتهم وكأنه يا مخطئ وهو من العجمي الذي وافق لفظه لفظ العربي نحو الإزار والإزرة بكسر الهمزة الحال وهيئة الائتزار قال تعالى اخرج شطأه فآذره الفتح التاسعة والعشرون وعلى هذا فالوجه الرفع في قراءة آذر ويكون على النداء ذكره صاحب الكشاف في الجزء الثاني الصفحة الثلاثين وانتهت الحاشية المطولة واستبرق غليظ الديباج فارسي معرب حاشية الديباج ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير انتهت الحاشية وابليس ليس بعربي والانجيل اعجمي معرب والسرادق وصلوات هي بالعبرانية صلواتا والصلاواه بالسريانية حاشية ذكر السيوطي نقلا عن الجواليقي هي بالعبرانية كنائس اليهود واصلها صلوة واخرج ابن ابي حات نحوه عن الضحاك انتهت الحاشية وطالوت اعجمي وعيسى وعزير والغساق البارد المنتن بلغة الترك حاشية قال الجواليقي والواسطي ايضا هو البارد المنتن بلغة الترك انتهت الحاشية والفردوس اصله رومي عرب حاشية اخرج ابن ابي حاتم عن مجاهد قال الفردوس بستان بالرومية واخرج عن السدي قال الكرم بالنبطية واصله فرداسا وانتهت الحاشية والقنطار الميزان رومي معرب حاشية اخرج الفريابي عن مجاهد قال القنطار العدل بالرومية واخرج واخرج ابن ابي حاتم عن سعيد ابن جبير قال القصطاص بلغة الروم الميزان انتهت الحاشية والقنطار وكورت غورت وهي بالفارسية كور بكري حاشية قال في معجم الفاظ القرآن كورت اذا الشمس كورت التكوير تكوير الشمس لفها او رفعها وازالتها وقيل لف ضيائها او محوه وقيل ان هذا الفعل مأخوذ من كور الشخص جعله اعمى لا يبصر واصله الفارسي كور بكر اي اعمى وعمى الشمس معناه ان تفقد ضياءها والله اعلم انتهت الحاشية واليسع ولوط وموسى ومريم وهاروت وماروت ويأجوج ومأجوج ومدين وميكائيل والمرجان ونوح وهارون وهود واليهود ويعقوب ويوسف ويونس وشح واليم والسور فارسي معرب وجالوت اعجمي واكثر واكثر النحويين والعلماء على ان جهنم اعجمية وجبريل اعجمي والدينار فارسي معرب وداود اعجمي والربانيون وزكريا والزنجبيل والسندس حاشية قال الجوالقي رقيق الديباج بالفارسية ونقل صاحب البرهان انه الرقيق من الستري من الستري بالهندية انتهت الحاشية والسندس والسجيل قال ابن ذرة هو بالفارسية نسك وسجيل اي حجارة وطين والسلسبيل وسليمان ايبرامي والسجيل بلغة الحبشة وسقر اسم للنار والاخرة اعجمي وبلغة الحبش المشكاه الكوة والارائك السرر يصدون يضجون يحور يرجع والحور الرجوع وبلغة الزنج أليم الموجع حاشية ونقل السيطي عن شيدلة انها بالعبرانية انتهت الحاشية انتهى الشريط السابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط الثامن من الكتاب المناه العصاه وبلغة القبط هيتلك هلم وموسى ميطة معرب وبلغة الروم القستاص الميزان الفردوس البستان الصراط الطريق وبلغة اليمن سامدون لاهون حجرا محجورة حراما محرما وبلغة طيء وبلغة أزد شنوءة العجاب العجب والكذاب التكذيب وبلغة هذيل سيناء الحسن بالنبطية حاشية وسينين الحسن بالحبشية انتهت الحاشية أقنى أرضى أو أعطى القنية وبلغة نصر بن معاوية الختار الغدار وبلغة عامر بن صعصا الحفدة الخدم وبلغة ثقيف العول الميل وبلغة تمين الهون الهوان كفر عنا أمحو عنا المقاليد المفاتيح فارسية الأكواب الأكواز بالنبطية حاشية قال السيوطي وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية وأنها جرار ليست لها عرع انتهت الحاشية الطور الجبل حاشية أخرج الفريابي عن مجاهد قال الطور الجبل بالسريانية وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية انتهت الحاشية انجيل حاشية اختار الزمخشري أن التوراة والانجيل أعجميان ورجح ذلك بقراءة الانجيل بالفتح الانجيل انتهت الحاشية وبلغة السوريانية السري النهر الصغير حاشية قال ابن كتيبة اليمن البحر بالسوريانية وقال شيدلة بالقبطية انتهت الحاشية وبلغة العبرانية اليم البحر الفتح العصر الله الولد در خلق وبلغة عكا الصور القرن وبلغة الفرس الاستبرق الديباج الباب الحادي عشر بين يدي هذا الباب للمحقق يقول السيوطي في اتقانه حول الوقف والابتباء افرده بالتصنيف خلائق منهم ابو جعفر النحاس وابن الانباري والزجاجي والداني والعماني والسجاوندي وغيرهم منزلته وهو فن جليل به يعرف كيف اداء القراءة الاصل فيه الاصل فيه ما اخرجه النحاس قال حدثنا محمد ابن جعفر الانباري حدثنا هلال ابن العلاء حدثنا ابي وعبدالله ابن جعفر قال حدثنا عبدالله ابن عمر والزرقي عن زيد ابن ابي انيسة عن القاسم ابن عوف البكري قال سمعت عبدالله ابن عمر يقول لقد عشنا برهة من دهرنا وانا احدنا لا يؤت الايمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي ان يوقف عنده منها كما تتعلمون انتم القرآن اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى احدهم القرآن قبل الايمان فيقرأ ما بين فاتحته الى خاتمته ما يدري ما امره ولا زجره ولا ما ينبغي ان يوقف عنده منه قال قال النحاس فهذا الحديث يدل على انه كان يتعلمون الاوقاف كما يتعلمون القرآن وقول ابن عمر لقد اشنا برهة من دهرنا يدل على ان ذلك اجماع من الصحابة ثابت قال سيوتي اخرج هذا الاثر البيهقي في سننه وعن علي بن ابي طالب في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيل المزمل الرابعة قال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف قال ابن الانباري من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء وقال التكزاوي باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر لانه لا يتأتى لاحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الادلة الشرعية منه الا بمعرفة الفواصل حض الائمة على تعلم الوقف والابتداء وفي النشر لابن الجزري لم يمكن القارئ ان يقرأ السورة او القصة في نفس واحد ولم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في اثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقفة للتنفس والاستراحة وتعين ارتباع ابتداء بعده واتحتم ان لا يكون ذلك مما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم اذ بذلك يظهر الاعجاز ويحصل القصد ولذلك حض الائمة على تعلمه ومعرفته وفي كلامه دليل على ودوب ذلك وفي كلام ابن عمر برهان على ان تعلمه اجماع من الصحابة وصح بل توتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كابي جعفر يزيد ابن القعقاء احد اعيان التابعين وصاشبه الامام نافع وابي عمر ويعقوب وعاصم وغيرهم من الائمة وكلامهم في ذلك معوف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز ان لا يجيز احد الا بعد معرفته الوقف والابتداء وصح للشعبي انه قال اذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام قلت اخرجه ابن ابي حات وابن الجوزي هنا يحدثنا عما لا يتم الوقف عليه نقلا عن ابن الانباري حتى تجود قراءتنا وتصح تلاوتنا فتعال الى ابن الجوزي نتعلم اداب الوقف والابتداء ما لا يتم الوقف عليه اخبرنا علي ابن عبد الله الزاغ لي قال انبأنا ابو جعفر ابن المسلمة قال حاشية الحافظ المحدث اخر من حدث عن ابو الفضل الزهري وابو محمد ابن معروف صحيح السماع واسع الرواية توفي سنة 64 و400 هجرية انتهت الحاشية قال انبأنا اسماعيل ابن سعيد قال حاشية وثقه جماعة وطعن عليه جماعة كالخطيب توفي سنة 92 و300 هجرية انتهت الحاشية قال اخبرنا ابو بكر ابن الانباري قال لا يتم الوقف على واحد المضافي دون ما اضيف اليه اثنان ولا على المنعوت دون النعت ثلاثة ولا على الرافع دون المرفوع اربعة ولا على المرفوع دون الرافع خمسة ولا على الناصب دون المنصوب ستة ولا على المنصوب دون الناصب سبعة ولا على المؤكد دون التأكيد ثمانية ولا على المنسوق دون ما نسقته عليه حاشية يقال نسق الكلام عطف بعضه على بعض وعطف النسق وما يكون العطف فيه بحرف من حروف العطف انتهت الحاشية تسعة ولا على ان واخواتها دون اسمها عشرة ولا على اسمها دون خبرها حادي عشر ولا على كان وليس واضحى ولم يزل واخواتهن دون اسمها ثاني عشر ولا على اسمها دون خبرها ثالث عشر ولا على ظننت واخواتها دون الاسم رابع عشر ولا على الاسم دون الخبر خامس عشر ولا على المقطوع منه دون القطع سادس عشر ولا على المستثنى منه دون الاستثناء سابع عشر ولا على المفسر عنه دون التفسير ثام عشر ولا على المترجم عنه دون المترجم تاسع عشر ولا على الذي وما ومن دون صلاتهن عشرون ولا على صلاتهن دون معربهن حادي وعشرون ولا على الفعل دون مصدره الثاني والعشرون ولا على المصدر دون آلته الثالث والعشرون ولا على حروف الاستفهام دون ما استفهم بها عنه الرابع والعشرون ولا على حروف الجزاء دون الفعل الذي بينهما الخامس والعشرون ولا على الفعل الذي يليها دون جواب الجزاء فإن كان جواب الجزاء غير المقدم تم الوقف عليه دون الجزاء حاشية عند ابن الأنباري فإن كان جواب الجزاء المقدم لم يتم الوقف عليه دون الجزاء انتهت الحاشية سابس وعشرون ولا على الامر دون جوابه سابع وعشرون والفاء تنصب في جواب ستة اشياء في جواب الامر والنهي والاستفهام والجحود والتمني والشكوك ولا يتم الوقف على هذه الستة دون الفاء ثمانية وعشرون ولا يتم الوقف على الايمان دون جواباتها تسعة وعشرون ولا على حيث دون ما بعدها ثلاثون ولا على بعض اسماء الاشارة دون بعض الحادي والثلاثون ولا يتم الوقف على المصروف عنه دون الصرف الثاني والثلاثون ولا على الجحد دون الجحود الثالث والثلاثون ولا على لا في النهي دون المجزوم الرابع والثلاثون ولا على لا اذا كانت بمعنى غير دون الذي بعدها الخامس والثلاثون ولا على لا اذا كانت تبرئة دون الذي بعدها حاشية تسمى لا النافية للجنس لا التبرئة انتهت الحاشية السادس والثلاثون ولا على لا اذا كانت توكيدا لكلام غير جحد السابع والثلاثون ولا على لا اذا كان الحرف الذي قبلها عاملا في الذي بعدها فان كان غير عامل صلح للمضطر ان يقف الثامن والثلاثون ولا يتم الكلام على الحكاية دون المحكي التاسع والثلاثون ولا على قد وسوف ولما وإلا وثم لأنهن حروف معان تقع بفائدة فيما بعدهن الاربعون ولا يتم الوقف على او ولا وبل ولكن لأنهن حروف نسق يعطفن ما بعدهن على ما قبلهن بيان ذلك مفصلة واحد فاما المضاف دون ما اضيف اليه فكقوله تعالى صلغة الله البقرة الثامنة والثلاثون والمئة الوقوف على صبغة قبيح لأنها مضافة الى الله وكذلك وتمت كلمة ربك الاعراف السابعة والثلاثون والمئة الوقف على كلمة قبيح اثنان وأما المنعونت دون النعت فكقوله الحمد لله رب العالم الفاتحة الثانية الوقف على لله غير تام لأن رب العالم نعته ثلاثة وأما الرافع دون المرفوع فكقوله قال الله المائدة التسعة عشرة بعد المئة الوقف على قال قبيح لأن الذي بعده مرفوع به أربعة وأما المرفوع دون الرافع فكقوله الحمد لله الفاتحة الثانية حاشية كلمة وتمت كلمة ربك الوقف على كلمة قبيح لأن لأنها مضافة إلى كلمة رب والمضاف وما أضيف إليه كالكلمة الواحدة انتهت الحاشية أربعة وأما المرفوع دون الرافع فكقوله الحمد لله الفاتحة الثانية الوقف على الحمد قبيح لأنه مرفوع باللام الأولى من اسم الله حاشية قال في البرهان في الجزء الأول الصفحة الثانية والخمسين بعد الثلاثمائة القبيح والذي لا يفهم منه المراد نحو الحمد فلا يوقف عليه وجاء في أعراب القرآن للنحاس الذي توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة للهجرة والذي تمثل مؤلفاته بمجموعها دائرة معارف عصره في كتابه إعراب القرآن الحمد رفعا بالابتداء على قول البصريين وقال الكسائي الحمد رفعا في الضمير الذي في الصفة والصفة اللام بمنزلة الفعل وقال الفراء الحمد رفعا بالمحل وهو اللام جعل اللام بمنزلة الاسم لأنها لا تقوم بنفسها انتهى كلامه بين معقوفتين مجلة المورد العراقية من مقال بقلم الدكتور أحمد نصيف الجنابي لعراب القرآن لنحاس منهج وحركة المجلد السابس العدد الثاني سنة سبع وسبعين وتسعمائة وألف من الميلاد وانتهت الحاشية خمسة حراب القرآن المنصوب وَنَادَى نُوْحٌ بِنَهِ هُوْدُ الثانية والاربعون الوقف على نوح غير تام لأن الابن منصوب بنادى ستة ستة وَأَمَّا الْمَنْصُوبُ دُونَ النَّاصِبُ فَكَقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ الفاتحة الخامسة الوقف على إياك قبيح لأنه منصوب نعبد سبعة سبعة وَأَمَّا الْمُؤَكِدُ دُونَ التَّوْكِيدُ فَكَقَوْلِهِ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ صاد الثالثة والسبعون الوقف على الملائكة غير تام لأن قوله كلُّهُمْ أَجْمَعُونَ توكيدُ الملائكة ثمانية وَأَمَّا الْمَنْسُوقُ دُونَ نَاسِقِهِ عَلَيْهِ فَكَقَوْلِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الحج الثامنة عشرة الوقف على السماوات غير تام لأن من الثانية نسق على الأولى حاشيه أي معطوفة عليها عطفة نسق بالواو من في السماوات ومن في الأرض فمن الثانية معطوفة على الأولى وانتهت الحاشية تسعة وأما إن دون اسمها فكقوله إن إبراهيم لحليم هود الخامسة والسبعون الوقف على إن قبيح لأن إبراهيم اسمها عشرة والوقف على إبراهيم قبيح لأن حليما خبرها والوقف على حليم غير تام لأن أواه نعت له حادي عشر وأما كان دون اسمها فكقوله وكان الله غفورا رحيما النساء السادسة والتسعون الوقف على كان قبيح لأن الله مرتفع بها حاشية المقصود لفظ الجلالة انتهت الحاشية ثانية عشر والوقف على الله عز وجل على لفظ الجلالة قبيح لأن غفورا خبر كان والوقف على غفورا غير تام لأن رحيما نعت لغفور ثالث عشر وأما ظلنت وأخواتها دون اسمها فكقوله وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَا إِبْرَاهِيمَ الثانية والاربعون الوقف على تحسبا لقبيح لأن الله عز وجل هو الاسم رابع عشر الوقف على الله عز وجل غير تام لأن غافلا هو الخبر خامس عشر وأن المقطوع منه دون القطع فكقوله تعالى وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَا النحل الثانية والخمسون الوقف على الدين غير تام لأن واصبا قطعا منه وأصبح حالا حاشين قال الآلسي حال من ضمير الدين المستكن في الظرف وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبَا وَالْظَرْفُ عَامِلٌ فِيهُ أَوْ حَالٌ مِنَ الدِّينِ وَالْظَرْفُ هُوَ الْعَامِلُ عَلَى رَيْي مَنْ يَرَى جَوَازَ اخْتِلَافِ الْعَامِلُ فِي الْحَالِ وَالْعَامِلِ فِي صَاحِبِهَا انتهت الحاشية سادس عشر وأما المستثنى منه دون الاستثناء فكقوله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العصر الثانية والثالثة الوقف على خسر غير تام لأن الذين آمنوا منصوبون على الاستثناء من الإنسان سابع عشر وأما المفسر دون التفسير فكقوله فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهباء آل عمران الحادية والتسعون الوقف على الأرض قبيح لأن الذهب مفسر مفسر مميزه ثامن عشر ففي ملء الأرض إبهام يحتاج إلى تمييز وتفسير ومجيء ذهباء بعده تمييز للمميز ملحوظ انتهت الحاشية فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباء الوقف على الأرض قبيح لأن الذهب مفسر يميزه ثامن عشر والمترجم عنه دون المترجم مثل قوله أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم حاشية وقد قرئ بمصب لطب الجلالة الله على أنه بدل أو عطف بيان أو على المدح وقرئ بالرفع على الابتداء الله قال ابن الأنباري من رفع أو نصب لم يقف على أحسن الخالقين لأن الله مترجم عن أحسن الخالقين على الوجهين جميعا انتهت الحاشية أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين من الله ربكم الصعفات الخامسة والعشرون والمئة والسادسة والعشرون والمئة الوقف على الخالقين غير تاهم لأن الله تعالى مترجم عن أحسن تاسع عشر وأما الذي وما ومن دون صلاتهن فكقوله قال الذين يظنون البقرة التاسعة والأربعون بعد المئتين الوقف على الذين قبيح لأن يظنون صلة وكذلك سبح لله ما في السماوات الحشر الأولى الوقف على ما في قبيح لأن في السماوات صلة ما أي ما موصولة له وكذلك قال جزاؤه من يجد في رحله يوسف الخامسة والسبعون الوقف على من قبيح لأن يجد في رحله صلة من عشرون الحادي والعشرون الثاني والعشرون حاشية لم يتصد لها المؤلف بالبيان وقد سبق أن تناولناها بالشرح انتهت الحاشية ثلاثة وعشرون وأما الاستفهان دون ما استفهم عنه فكقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا مريم التاسعة والعشرون الوقف على كيف قبيح الرابع والعشرون وأما حروف الجزاء دون الفعل الذي يليها فكقوله وإن يأتي الأحزاب يودوا الأحزاب العشرون الوقف على إن قبيح حاشية نحن نقول في أعراب إن حرف شرط يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه وعلى ذلك فأسلوب الشرط مكون من الأداة وفعل الشرط وجواب الشرط ولهذا لا يصح الوقف على الأداة وحدها ولا على الأداة وفعل الشرط وحدهما دون الجواب والجزاء انتهت الحاشية الخامس والعشرون والوقف على يأتي قبيح وإن يأتي الأحزاب يودوا لأن يودوا جواب الجملة وأما جواب الجزاء المقدم فكقوله واشكروا نعمة الله إن كنتم فهو متعلق بالذي قبله السابس والعشرون حاشية لم يتصد المؤلف بالشرح لما سبق ذكره من عدم جواز الوقوف على الأمر دون جوابه مثل اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين الحديد الثامنة والعشرون فيؤتكم جواب الأمر لا يتم الكلام دون ذكره انتهت الحاشية انتهى الوجه الأول السابع والعشرون وأما جواب الفاء فقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطالع غافر السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون لا يتم الكلام والوقف على السماوات أسباب السماوات لأن قوله فأطالع جواب الشك الثامن والعشرون وأما الأيمان دون جواباتها فكقوله تعالى والليل إذا يغشى الليل الأولى لا يتم الكلام دون قوله إن سعيكم لشتى الليل الرابعة لأنه هو الجواب التاسع والعشرون وأما حيث دون ما بعدها فكقوله تعالى ومن حيث خرجت البقر الخمسون والمئة لا يتم الكلام على حيث لأنها متعلقة للفعل الذي بعدها فلا يحسن الوقوف عليها ثلاثون وأما بعض أسماء الإشارة دون بعض فكقوله هذا كتاب مصدق الأحقاف الثانية عشرة لا يتم الكلام على ها والابتداء ب ذا لأنها بمنزلة حرف واحد حاشية وإن كانت ها حرفة بيه وذا اسم الإشارة انتهت الحاشية الحادي وثلاثون وأما المصروف عنه دون الصرف فكقوله وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ آل عمران الثانية والاربعون والمئة لا يتم الوقف على مينكم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمْ لأن وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ مَنصوبٌ على الصرف عن الأول الثاني والثلاثون وأما الجحد دون المجحود فكقوله ما قلت له إلا ما أمرتني به المائدة السابعة عشرة بعد المئة الوقف على ما قبيح لأنها جحد وما بعدها مجحود الثالث والثلاثون وأما لا في النهل دون المجزون فكقوله وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِنُوا فِي الْأَرْضِ البقرة الحادية عشرة الوقف على لا قبيح لأنها مع المجزون بمنزلة حرف واحد وكذلك لا تغلو في دينكم النساء الحادية والسبعون والمئة الوقف على لا قبيح لأنها مع المجزون بمنزلة حرف واحد الرابع والثلاثون وأما إذا كانت بمعنى غير كقوله لا شرقية ولا ضربية النور الخامسة والثلاثون فإنه لا يتم الكلام على لا لأن معناها غير شرقية وغير غربية الخامس والثلاثون الأوس Gör وأما إذا كانت تبريئة فesper اكبر الفلا الث rip ذلك الكتاب لا رب فيه البقرة الآية الأولى والثانية الوقف على لا قبيح لأنها مع المنصوب لا رب فيه بمنزلة شيء واحد ولا يتم الكلام على ريب لأن فيه خبر التبرئة السادس والثلاثون فأما لا إذا كان التوكيد فكقوله ما منعك ألا تسجد الأعراف الثانية عشرة لا يتم الوقف على لا ما منعك ألا لأن معناه ما منعك أن تسجد حاشية فهي مؤكدة انتهت الحاشية السابع والثلاثون وأما لا إذا كان الذي قبلها عاملا في الذي بعدها فكقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما التوبة التاسعة والثلاثون لا يحصن الوقف على لا إلا تنفروا لأن إن عاملة فيما بعدها ولا مع الفعل بمنزلة شيء واحد حاشية في الكلام على لا التبرئة تسمى لا النافية للجنس وهي العاملة عمل إلا لا التبرئة لأنها تنفي الجنس أي تنفي الواحد وما زاد عليه وهناك لا النافية للوحدة وهي تعمل عمل ليس انتهت الحاشية الثامن والثلاثون وأما الحكاية دون المحكي فكقوله قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم المائدة التاسعة عشرة بعد المئة لا يتم الوقف على قال الله التاسعة والثلاثون وأما قد وسوف ونحوهما فكقوله حاشية مما ذكره ابن الأنباري حيث قال وأما قد وسوف ولا وثم فإنهم لكثيرات في القرآن انتهت الحاشية وأما قد وسوف ونحوهما فكقوله سوف تعلمون التكاثر الثالثة وهذه الأشياء لا يوقف بين النفضين نحو قد يعلم الأحزاب الثامنة عشرة وتعرف من غير تعليم الأربعون حاشية وأما حروف النسق فإنه لا يوقف عليها دون المنسوق انتهت الحاشية أقسام الوقف واعلم أن الوقف على ثلاثة أقسام تام وحسن ليس بتام وقبيح ليس بحسن ولا تام فالتام هو الذي يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده ولا يكون ما بعده متعلقا به كقوله أولئك هم المفلحون الأعراف السابعة والخمسون والمئة والحسن هو الذي يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله الحمد لله ويقبح الابتداء بقوله رب العالمين الفاتحة الثانية والقبيح كقولك باسن لأنه لا يعلم إلى أي شيء صفته فصل في مواضع يحسن الوقف عليها ذكر بعض العلماء مواضع في القرآن يحسن الوقوف عليها ولا يحسن أن يوصل الكلام فيها بما بعدها واحد في البقرة ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الآية الرابعة والسبعون بعد المئتين يقف ثم يبتدئ الذين يأكلون الرباء الآية الخامسة والسبعون بعد المئتين اثنان في آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله يقف ثم يبتدئ والراسخون في العلم الآية السابعة ثلاثة وفي براءة والله لا يهدي القوم الضال يقف ثم يبتدئ الذين آمنوا وهاجروا الآيتين التاسعة عشرة والعشرون أربعة وفي النحل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يقف ثم يبتدئ يعظكم الآية التسعون خمسة وفي ياسين يا ويلنا من بعثنا من موقرنا يقف ثم يبتدئ هذا ما وعد الرحمن الآية الثانية والخمسون ستة وفي حان المؤمن أي صورة غافر على الذين كفروا أنهم أصحاب النار يقف ثم يبتدئ الذين يحملون العرش ومن حوله غافر السادسة والسابعة سبعة وفي الحشر إن الله شديد العقاب يقف ثم يبتدئ من فقراء المهاجرين الآية السابعة والثامنة فصل في ذكر كليات ما جاء في القرآن من كلمة أيها كيف يكون الوقف عليه قال أبو بكر ابن الأنباري واحد كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر يا أيها فالوقف عليه بالألف إلى ثلاثة أحرف واحد في سورة النور توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الآية الحادية والثلاثون اثنان في الزخرف يا أيها الساحر الآية التاسعة والأربعون ثلاثة في الرحمن أيها الثقلان الآية الحادية والثلاثون فالوقف على هؤلاء الثلاثة بغير ألف اتباعا للمصحف وهو مذهب نافع حاشية من المشيد أن نذكر أن ألف يا تحذف عند دخولها على أي عند الإملائيين وهي كذلك في المصحف يا أيها ومن المفيد أيضا أن نقول إن أيها إذا ذكرت معها أداة النداء كتبت بالألف في آخرها ما عدا يا أيها الساحر ومثلها في كتابتها بدون ألف في الآخر أيها إذا لم تذكر معها يا وقد جاء ذكرها في موضعين كما قرره ابن الجوزين وانتهت الحاشية فالوقف على هؤلاء الثلاثة بغير ألف اتباعا للمصحف وهو مذهب نافع حاشية هو أحد القراء السبعة قرأ على سبعين من التابعين وأقرأ الناس دهرا طويل وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة مات سنة تسع وستين ومئة للهجرة انتهت الحاشية وكان ابن عامر يضم الهاء في هذه المواضع الثلاثة حاشية هو إمام أهل الشام في القراءة وإليه انتهت مشيخة الإقراء بها توفي بدمشق سنة ثماني عشرة ومئة للهجرة انتهت الحاشية وكان أبو عمر والكسائي يقفان عليهما بالألف حاشية أبو عمر أحد القراء السبعة ليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه مات سنة خمس وخمسين ومئة هجرية والكسائي أحد القراء السبعة انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات وهو أحد أعلام النحو توفي سنة تسع وثمانين ومئة هجرية انتهت الحاشية فمن حذف اكتفى بالفتحة ومن وقف بالألف قال الأصل إثبات الألف كيف يكون الوقف على أيتها حاشية ممن فردت بذكره النسخة التيمورية انتهت الحاشية اثنان قال أبو بكر ابن الأنباري وكلها إذا دخلت عليها التاء للتأنيش فالوقف عليها بالهاء حاشية وقد جاءت في موضعين من كتاب الله ثم أذن مؤذن الأيات هالعير إنكم لسارقون يوسف السبعون و يا أيتها النفس المطمئن الفجر السابعة والعشرون وقد وردت أيها مئة وخمسين مرة في القرآن الكريم بالألف وبدون ألف ثلاث مرات ووردت أيتها مرتين انتهت الحاشية فصل فيما جاء في القرآن من ذكر الرحمة ثلاث وكل ما أتى في كتاب الله من ذكر الرحمة فالوقف عليها بالهاء إلا سبعة أحرف واحد في البقرة يرجون رحمة الله الثامنة عشر بعد المئتين اثنان في الأعراف إن رحمة الله السادسة والخمسون ثلاثة في يهود رحمة الله وبركاته الثالثة والسبعون أربعة في مريم ذكر رحمة ربك الآية الثانية خمسة في الروم فانظر إلى آثار رحمة الله الآية الخمسون ستة في الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك الآية الثانية والثلاثون سبعة وفيها أي في الزخرف أيضا ورحمة ربك خير مما يجمعون الآية الثانية والثلاثون حاشية لم يفطن الناسخ إلى أنها تكتب بالتاء المفتوحة فكتبها بالهاء مع أنها في المصحف بتاء مفتوحة ورحمة ربك والاستفناء من القائدة لهذه السبعة يدل على ذلك فكان جذيرا به أن لا يقع فيما وقع فيه انتهت الحاشية فصل فيما جاء من ذكر المرأة أربعة قال قال أبو بكر وكل ما في القرآن من ذكر امرأة فالوقف عليها بالهاء إلا سبعة أحرف حاشية لم يفطن الناسخ إلى القاعدة الكلية وما استثني منها فكتب السبعة المستثناء بالهاء خلافا لما جاء في المصحف وما يلبه عليه أبو بكر ابن الأنباري هنا فكان علينا أن نكتبها وفقا للقاعدة واتباعا للمصحف كما فعلنا من قبل في رحمة ومن المفيد أن نذكر أن كلمة امرأة جاءت إحدى عشرة مرة منها تلك السبع بتاء مفتوحة أما الأربع الباقيات فهي بتاء مربوطة ويتبين لنا من خلال البحث أن امرأة إذا أضيفت إلى زوجها فتحت تاءها كما في السبعة وانتهت الحاشية قال أبو بكر وكل ما في القرآن من ذكر امرأة فالوقف عليها بالهاء إلا سبعة أحرف واحد في آل امران اذ قالت امرأة امران الخامسة والثلاثون اثنان وفي يوسف قالت امرأة العزيز الحادية والخمسون ثلاثة وفيها امرأة العزيز تراود فتاها الحادية والخمسون أربعة وفي القصص قالت امرأة فرعون قرة عيني ولك التاسعة خمسة وفي التحرين وامرأة نوح العاشرة ستة وفيها كذلك وامرأة لوط العاشرة سبعة وفي التحرين ايضا وامرأة فرعون الحادية عشرة باب في الياء حاشية مما تنفرد به مخطوطة تيمور انتهت الحاشية خمسة كل اسم مناد اضافه المتكلم الى نفسه فلياؤه مساقطة كقوله واحد يا قوم اذكروا المائدة الاشرون اثنان رب ارجعون المؤمنون التاسعة والتسعون ثلاثة يا عبادي فاتقون الزمر السادسة عشرة حاشية من المفيد ان نذكر انه قد وردت كلمة فاتقون خمس مرات في القرآن الكريم منها هذا الموضع اما بقية الخمسة فهي كما جاء في المعجم المفهرس لالفظ القرآن الكريم واحد البقرة ولا تشتروا بآياتي فمنعهم قليلا وإيايا فاتقون الآية الحادية والأربعون اثنان وفي البقرة أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوا واتقون يا أولي الألباب الآية السابعة والتسعون والمئة ثلاثة وفي النحل أن أنذروا أن له لا إله إلا أنا فاتقون الآية الثانية أربعة وفي المؤمنون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الآية الثانية والخمسون وانتهت الحاشية كل اسم منادى عضافه المتكلم إلى نفسه فليأم المساقطة كقوله يا قوم اذكروا المائدة العشرون رب رجعون المؤمنون التاسعة والتسعون يا عبادي فاتقون الزمر السادسة عشرة إلا حرفين فلا تسقطوا فيه ملياء أحدهما في العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة الآية السادسة والخمسون والثاني في الزمر يا عبادي الذين أسرفوا الثالثة والخمسون واختلفت المصحف في حرف واحد في الزخرف يا عبادي لا خوف عليكم اليوم الآية الثامنة والستون فهو في مصاحف أهل المدينة بياء وفي مصاحفنا بغير ياء فالمواضع التي حذفت فيها الياء اكتفوا فيها بالكسرة حاشية كثر في القرآن حذف الياء من المنادى المضاف إلى ياء المتكلم يا ربي يا قون وعل لذلك بأن النداء باب حذ ألا ترى أنه يخذف منه التنميم وبعض الاسم للترخيم وداء فيه إثباتها ساكنة كقراءة من قرأ يا عبادي فاتقون الزمر السادسة عشرة ومحركة بالفتحة كقراءة من قرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الزمر الثالثة والخمسون ومنقلب عن الياء في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة الزمر السادسة والخمسون وانتهت الحاشية ستة وكل ما في كتاب الله عز وجل غير معني بنداء فالياء ثابتة فيه كقوله تعالى حاشية أي غير مقصود بالنداء انتهت الحاشية كقوله تعالى واشد يرثها عبادي الصالحون الانبياء الخامسة والمئة اثنان قل لعبادي ابراهيم الحادية والثلاثون فالوقف على ذلك بالياء إلا حرفا واحدا في الزمر فبشر عباد الوقف عليه بغير ياء لأن الياء ساقطة فيه من الكتاب وقد روي عن عمر فبشر عبادي الذين فمن اخذه بهذه القراءة وقف بالياء فالمواضر التي حذفت منها الياء اكتفي فيها بالكسرة حاشية ومن المفيد ان نذكر ان كلمة عبادي بالياء جاءت في القرآن سبع عشرة مرة منها مرتين مقصودتان بنداء وكلمة عباد بدون ياء اربع مرات وقد تضمنت سورة الزمر ثلاثا منها احدا مقصورة بنداء في الايات العاشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وتضمنت الزخرف واحدة وانتهت الحاشية انتهى الشريط الثامن وان الكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع من الكتاب فصل في الفرق بين التفسير والتأويل حاشية اما التفسير والتأويل فمن العلماء من يرى التفسير مرادفا للتأويل في اشهر معانيه ومنهم من يرى ان التفسير مباين للتأويل فالتفسير هو القطع بان مراد الله كذا اما التأويل فهو ترجيح احد الاهتمالات بدون قطع ومنهم من يقول التفسير بيان المضي عن طريق الرواية والتأويل عن طريق الدراية انتهت الحاشية واما الكلام في الفرق بين التفسير والتأويل فقد ذكرناه في التفسير وذكرنا هذا الكلام في الناسخ والمنسوخ حاشية يذكر السيوطي ان الصور التي فيها الناسخ فقط الفتح والحشر والمنافقون والتغاب والطلاق والاعلام والقسم الذي ليس فيه ناسخ ولا منسوخ ثلاث واربعون شورة والصور التي فيها الناسخ والمنسوخ خمس وعشرون شورة والصور التي فيها المنسوخ فقط الاربعون الباقية وانتهت الحاشية الباب الثاني عشر بين يدي هذا الباب والابواب التالية له من علوم القرآن التي ينبغي ان يلم بها قارئ القرآن علم المتشابه وهو ايراد القصة الواحدة في صور شتى وخواص مختلفة يكثر في ايراد القصص والانباء وحكمته التصرف في الكلام واتيانه على ضروب ليعلمهم عدزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا والمتشابه باعتبار الافراد هو انواع ثمانية اولها ان يكون في موضع على نظم وفي اخر على عكسه مثل ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة البقرة الثامنة والخمسون وفي الاعراف وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا الاية الحادية والستون والمئة والثاني ما يشتبه بالزيادة والنقصان ففي البقرة سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم الاية السادسة وفي ياسين وسواء الاية العاشرة الثالث التقديم والتأخير وهو قريب من الاول الرابع بالتعريف والتنكير كقوله في البقرة ويقتلون ويقتلون النبيين بغير الحق الاية الحادية والستون وفي اهل عمران بغير حق الاية الثانية 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 بعد المئة الخامس بالجمع والافراد كقوله في البقرة لن تمثل النار الا ايام معدودة الاية الثمانون وفي اهل عمران معدودات الرابعة والعشرون السادس ابدال حرف بحرف غيره كقوله تعالى في البقرة اسكن انت وزوجك الجنة وكل بالواو الاية الخامسة والثلاثون وفي الاعراف فاكولا السابع ابدال كلمة باخرى في البقرة ما الفينا عليه آباء الاية السبعون والمئة وفي لقمان ما وجبنا الاية الحادية والعشرون الثامن الادغام وتركه في الانعام لعل اللهم يتضرعون الثانية والاربعون وفي الاعراف يضرعون الرابعة والتسعون وقد يأتي المتشابه على حرفين او اكثر وللعلماء جهودهم في حصر ما تشابه من المكرر وابن الجنزي هنا يذكر اولا لمادج من مشكل ما في القرآن من حرف واحد في السور على التوالي مكتفيا بذكر نماذج ليست على سبيل الحصر ثم يستعرض كثيرا من اوجه التشابه ذاكرا عدد المرات التي تتكرر فيها العبارات ويختم الكتاب بذكر بابين من المتشابه احدهما يبدال كلمة بكلمة او حرف بحرف واما الثاني والاخير فيدور حول الحروف الزوائد والنواقص وكلها يجمعها علم واحد من علوم القرآن وهو علم متشابه فتعال نتابع العلامة ابن الجوزي باب مشكل ما في القرآن من حرف واحد الرقم واحد في البقرة وبالآخرة هم يوقنون الرابعة يا أيها الناس عبدوا ربكم الحادية والعشرون إنك أنت العزيز الحكيم التاسعة والعشرون والمئة يقتلون النبيين بغير الحق الحادية والستون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الثمانون فمن الناس من يقول ربنا المئتان إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله الثانية عشرة بعد المئتين ويكفر عنكم من سيئاتكم الحادية والسبعون بعد المئتين الرقم اثنان وفي آل أمران كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا الحادية عشرة الرقم ثلاثة وفي النساء إن الله كان بكل شيء عليما الثانية والثلاثون إن الله كان عليا كبيرا الرابعة والثلاثون إن الله كان عليما خبيرا الخامسة والثلاثون إن الله كان عزيزا حكيما السادسة والخمسون إن الله كان سميعا بصيرا الثامنة والخمسون وفيها ومن يطع الله والرسول التاسعة والستون وفيها وكان الله واسعا حكيما الثلاثون والمئة وفيها وكان الله غنيا حميدا الحادية الثلاثون والمئة وفيها وكان الله سميعا بصيرا الرابعة الثلاثون والمئة وفيها وكان الله سميعا عليما الثامنة والاربعون والمئة وفيها فإن الله كان عفوا قديرا التاسعة والاربعون والمئة الرقم أربعة وفي المائدة فمن كفر بعد ذلك منكم الثانية عشرة ولقد جاءتهم رسولنا الثانية والثلاثون فإن توليتم فاعلموا الثانية والتشعون فقال الذين كفروا منهم العاشرة والمئة واشهد بأننا مسلمون الحادية عشرة بعد المئة الرقم خمسة وفي الأنعام وذلك الفوز المبين السادسة عشرة قل سيروا في الأرض ثم انظروا الحادية عشرة فهو على كل شيء قدير السابعة عشرة ولا أقول لكم إني ملك الخمسون ثم ينبئكم بما كنتم تعملون الستون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون التاسعة والتسعون أعلم من يضل عن سبيله السابعة عشرة بعد المئة قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون السابسة والعشرون والمئة الرقم ستة وفي الأعراض قال ما منعك ألا تسجد الثانية عشرة قال فاهبط منها الثالشة عشرة قال أعوضرني الرابعة عشرة قال إنك من المنظرين الخامسة عشرة قال فبنا أغويتني السادسة عشرة وهم بالآخرة كافرون الخامسة والأربعون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه التاسعة والخمسون وأرسل في المدائن الحادية عشرة بعد المئة وإنكم لمن المقربين الرابعة عشرة بعد المئة ثم لأصلبنكم الرابعة والعشرون والمئة وإذ أنجيناكم الحادية والأربعون والمئة يا قتلوني الخمسون والمئة حاشية الآية إن القوم استضعفوني وكادوا يا قتلوني انتهت الحاشية سبعة وفي الأمثال ويكون الدين كله لله التاسعة والثلاثون وإن الله لسميع عليم الثانية والأربعون ثمانية وفي براءة وإن توليتم الثالثة وفيها جنات تجري تحتها الأنهار الآية المئة حاشية وهناك آيات تشبهها في ألفاظها لكن تحتها مسبوقة بكلمة من؟ ومن هنا كان تفرد هذه الآية انتهت الحاشية تسعة وفي يونس وما كانوا ليؤمنوا كذلك الثالثة عشرة حاشية وفي الأنعام ما كانوا ليؤمنوا الآية الحادية عشرة بعد المئة وفي الأعراف فما كانوا ليؤمنوا الآية الحادية بعد المئة وانتهت الحاشية وفيها لقضي بينهم فيما فيه التاسعة عشرة وفيها أي في يونس ومنهم من يستمعون إليك الثانية والأربعون وفيها إذا جاء أجلوهم التاسعة والأربعون عشرة وفي هود عذاب يوم كبير الثالثة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا التاسعة والعشرون تلك من أنباء الغيب التاسعة والأربعون وإننا لفي شك مما تدعونا إليه الثانية والستون وأقذ الذين ظلموا الصيحة السابعة والستون وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة الستون حادي عشر وفي سورة يوسف إن ربك عليم حكيم السادسة ولما بلر أشده آتيناه حكما وعلما الثانية والعشرون خير للذين اتقوا التاسعة والمئة ثاني عشر وفي إبراهيم فإن الله لغني حميد السامنة إن ربي لسني الدعاء التاسعة والثلاثون ثالث عشر وفي الحجر وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم الرابعة لوما تأتينا بالملائكة السابعة وما يأتيهم من رسول الحادية عشرة إلا رأته قدرنا إنها لمن الغابرين الستون رابع عشر وفي النح لآية لقوم يذكرون الثالثة عشرة إن الله لغفور الرحيم الثامنة عشرة فلا بئس مثوى التاسعة والعشرون ولنعم دار المتقين الثلاثون نسقيكم منا في بطونه السادسة والستون والأبصار والأفئدة لعن لكم الثامنة والسبعون خامس عشر وفي بني إسرائيل أي الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي الثانية والستون سادس عشر وفي الكهف ولئن رددت إلى ربي السادسة والثلاثون ويقولون يا ويلتنا التاسعة والأربعون في هذا القرآن للناس الرابعة والخمسون كفروا بآيات ربه ولقائه الخامسة والمئة سابع عشر وفي مريم قال رب أن يكونني غلام الثامنة وإن الله ربي وربكم السادسة والثلاثون ثامن عشر وفي طاها وسلك لكم فيها سبولا الثالثة والخمسون فكذلك القسامري السابعة والثمانون قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإن ما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى الثالثة والعشرون والمئة أفلم يهدي لهم الثامنة والعشرون والمئة تاسع عشر وفي الانبياء وأنشأنا بعدها قوما آخرين الحادية عشرة وأنا ربكم فاعبدون الثانية والتسعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن الرابعة والتسعون عشرون وفي الحج لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الخامسة ذلك بما قدمت يداك العاشرة إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الخامسة والعشرون والمقيم الصلاة الخامسة والثلاثون كل خوان كفور الثامنة والثلاثون فأولئك فأولئك لهم عذاب مهين السابعة والخمسون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الثانية والستون وإن الله لهو الغني الحميد الرابعة والستون بشر من ذلكم الثانية والسبعون الحادي والعشرون وفي المؤمنون وقال الملأ من قومه الذين كفروا الثالثة والثلاثون إني بما تعملون عليم الحادية والخمسون الثاني والعشرون وفي النور وعد الله الذين آمنوا منكم الخامسة والخمسون الثالث والعشرون وفي الفرقان لهم فيها ما يشاءون السادسة عشرة وعمل عملا صالحا السبعون الرابع والعشرون وفي الشعراء قال للملأ حوله الرابعة والثلاثون يأتوك بكل سحار عليم السابعة والثلاثون فلسوف تعلمون التاسعة والاربعون الخامس والعشرون وفي النمر أولئك أولئك الذين لهم سوء العذاب الخامسة سآتيكم منها بخبر السابعة إنه أنا الله العزيز الحكيم التاسعة أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ السابعة والستون الرقم ستة وعشرون وفي القصص وأن ألقي عصاك الحادية والثلاثون ما هذا إلا سحر مفترى السادسة والثلاثون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الثانية والثمانون الرقم سبعة وعشرون وفي العنكبوت أحسن الذي كانوا يعملون السابعة وجعلناها آية للعالمين الخامسة عشرة قل سيروا في الأرض فانظروا العشرون ولقد تركنا منها آية بين الخامسة والثلاثون أخاهم شعيبا فقال يا قوم السادسة والثلاثون وقالوا وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه الخمسون فأحيى به الأرض من بعد موتها الثالثة والستون وبنعمة الله يكفرون السابعة والستون الرقم ثمانية وعشرون وفي الروم ثلاثون وفي السجدة عذاب النار الذي كنتم به تكذبون العشرون إن ربك هو يفصل بينهم الخامسة والعشرون إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون السادسة والعشرون الرقم واحد وثلاثون وفي الأحزاب قل من ذا الذي يعصمكم من الله السابعة عشرة الرقم اثنان وثلاثون وفي سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض الرابعة والعشرون الرقم ثلاثة وثلاثون وفي سورة الملائكة أي فاطر وكانوا أشد منهم قوة الرابعة والأربعون الرقم أربعة وثلاثون وفي سورة الصعفات إنا كذلك نجزي المحسنين الآية الثمانون الرقم خمسة وثلاثون وفي سورة صاد إذ قال ربك للملائكة الحادية والسبعون وإن عليك لعنتي الثامنة والسبعون الرقم ستة وثلاثون وفي الزمر إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الثالشة وأمرت لأن أكون أول المسلمين الثانية عشرة الرقم سبعة وثلاثون وفي المؤمن أي غافر فلما جاءهم بالحق من عندنا الخامسة والعشرون ولقد آتينا موسى الهدى الثالثة والخمسون الرقم ثمانية وثلاثون وفي حاميم السجدة أي فصلت حتى إذا ما جاءوها شاهد العشرون ولئن رجعت إلى ربي الخمسون من عند الله ثم كفرتم به الثانية والخمسون الرقم تسعة وثلاثون وفي حاميم عين سي ينقاف الشورى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة الثامنة ولولا كلمة سابقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه الرابعة عشرة الرقم أربعون وفي الزخرف وما يأتيهم من نبي السابعة إن الله هو ربي وربكم الرابعة والستون الرقم واحد وأربعون وفي الدخان بعبادي ليلة الثالثة والعشرون إن المتقين في مقام أمين الحادية والخمسون الرقم اثنان وأربعون وفي الجافية لآيات للمؤمنين الثالثة وما يبث من داب الرابعة وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض الخامسة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الثالثة عشرة وهدى ورحمة لقوم يوقنون العشرون الرقم ثلاثة واربعون وفي الفتح قل لن تتبعون كذلكم الخامسة عشرة ليس في القرآن كذلكم غيره الرابعة والاربعون وفي الطور يلاق يومهم الذي فيه يصعقون الخامسة والاربعون الرقم خمسة واربعون وفي الممتحنة ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون التاسعة الرقم ستة واربعون وفي الطلاق ذلك يواظ به من كان يؤمن بالله الآية الثانية الرقم سبعة واربعون وفي التحريم يا أيها الذين كفروا الآية السابعة الرقم ثمانية واربعون وفي نون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون الثلاثون الرقم تسعة واربعون وفي نوح لو كنتم تعلمون الآية الرابعة الرقم خمسون وفي المدثر كلا إنه تذكرة الرابعة والخمسون الرقم الحادي والخمسون وفي البروج ذلك الفوز الكبير الحادي عشرة فهذه كلها كلمات منتخبة من مشكل ما جاء في القرآن منه على حرف واحد وهو كثير سيأتي في غضون الأبواب مع نظائره إن شاء الله تعالى باب من المتشابه واحد الاستعاذة قوله فاستعذ بالله إنه سميع عليم حرف واحد في الأعراف الآية المئتان وقوله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم حرف واحد في حاميم السجدة سورة فصلت الآية السادسة والثلاثون انتهى الوجه الأول اثنان البسملة قوله بسم الله موضعان واحد في سورة هود بسم الله ما جريها الحادية والأربعون اثنان وفي النمل بسم الله الآية الثلاثون فإن قلنا إن البسملة من الفاتحة كانت ثلاثة مواضع وإن قلنا هي من كل سورة كانت مئة وخمسة عشر موضع حاشية مئة وثلاثة عشر سورة بدأت بالبسملة ليس من بينها براءة أي التوبة فإذا ضمت إليهم البسملتان في داخل هود والنمل كانت كلها كما قال المصنف وانتهت الحاشية ثلاثة لا إله إلا الله قوله لا إله إلا الله حرفان واحد في الصافات إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون الآية الخامسة والثلاثون اثنان وفي سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله التاسعة عشرة أربعة لا إله إلا أنت قوله لا إله إلا أنت حرف واحد في الأنبناء الآية السابعة والثمانون خمسة لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا أنا هو ثلاثة أحرف في النحل لا إله إلا أنا فاتقون الآية الثانية وفي الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون الخامسة والعشرون وفي طاها لا إله إلا أنا فاعبدني الرابعة عشرة الرقم ستة لا إله إلا هو قوله لا إله إلا هو ثلاثون موضعا واحد في البقرة وإلا هو كن إلا هو واحد لا إله إلا هو الثالثة والستون والمئة اثنان فالبقرة كذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم الخامسة والخمسون والمئتان ثلاثة وفي آل عمران ألف نامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية الثانية أربعة وفي السورة نفسها كيف يشاء لا إله إلا هو الآية السابسة خمسة وفي آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو الثامنة عشرة ستة وفي السورة نفسها لا إله إلا هو العزيز الحكيم الثامنة عشرة سبعة وفي النساء الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم السابعة والثمانون ثمانية وفي الأنعام لا إله إلا هو خالق كل شيء الثانية بعد المئة تسعة وفي الأنعام كذلك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين السابسة والمئة عشرة وفي الأعراف لا إله إلا هو ويحيي وينيت الثامنة والخمسون والمئة حادي عشر وفي التوبة لا إله إلا هو سرحانه عما يشركون الحاديث والثلاثون ثاني عشر وفي التوبة كذلك حسب الله لا إله إلا هو التاسعة والعشرون والمئة ثالث عشر وفي هود وأن لا إله إلا هو الرابعة عشرة الرقم أربعة عشر وفي الرعد قل هو ربي لا إله إلا هو الآية الثلاثون خامس عشر وفي طاها الله لا إله إلا هو لهم أسماء الحسن الثامنة سابس عشر وفي طاها كذلك الله الذي لا إله إلا هو ووسع كل شيء علما الآية الثامنة والتسلون سابع عشر وفي المؤمنون لا إله إلا هو رب العرش الكريم الآية السادسة عشرة بعد المئة ثامن عشر وفي النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الآية السادسة والعشرون تاسع عشر وفي القصص لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة السبعون الرقم عشرون وفي القصص كذلك لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه الآية الثامنة والثمانون الرقم واحد وعشرون وفي فاطر يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو الآية السادسة الرقم اثنان وعشرون وفي الزمر لا إله إلا هو فأنا تصرفون الآية السادسة ثلاثة وعشرون وفي حام المؤمن أي سورة غافر ذي الطول لا إله إلا هو وإليه المصير الآية الثالثة الآية الثالثة الرابع والعشرون وفي السورة نفسها أي غافر لا إله إلا هو فأنا تكفكون الثانية والستون الآية السادسة والعشرون وفي حام المؤمن سورة غافر لا إله إلا هو فدعوه مخلصين الآية الخامسة والستون السادس والعشرون وفي حامم الدخان لا إله إلا هو يحيي وينيت الآية الثامنة سابع والعشرون وفي الحشر هو اللهم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الثانية والعشرون الثامن والعشرون وفي سورة الحشر كذلك هو اللهم الذي لا إله إلا هو الملك الثالثة والعشرون التاسع والعشرون وفي التغاب الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الثالثة عشر الرق ثلاثون وفي المزمن لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا الآية التاسعة اسم الله الأعظم أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا أبو علي ابن المهدي قال أنبأنا أبو الحسين القزويني قال أنبأنا أبو بكر ابن شاذانا قال أنبأنا أبو ذر القاسم ابن داود قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا قال حدثني إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني أبو هشام عن شريح العابد قال رأيت في النوم كأن قائلا يقول لي ايتي فلانا فقد امرنا ان يعلمك اسم الله الاعظم وهو كل شيء في القرآن لا اله الا هو قال ابو هشام فوجدتها في ثلاثين موضعا من القرآن فصل الرقم سبعة الحمد لله عشرون حرفا حاشية وردت في الواحد وعشرين موضعا كما في المعجم المفهرس فقد فاته ذكر موضعها في الاعراف الاية الثالثة والارضعين وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وانتهت الحاشية واحد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الاية الثانية حاشية الحمد السماء عليه بالجميل بتمجيده وتعظيمه انتهت الحاشية اثنان وفي الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الاية الاولى ثلاثة وفي الاعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا الاية الثالثة والارضعون اربع وفي يونس الحمد لله رب العالمين الاية العاشرة خمسة وفي النحي الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الاية الخابسة والسبعون ستة وفي بني اسرائيل اي سورة الاسراء الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الاية الحادية عشرة بعد المئة سبعة وفي الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الاية الاولى ثمانية وفي المؤمنون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الاية الثامنة والعشرون تسعة وفي النمل الحمد لله الذي انفضلنا على كثير من عباده المؤمنين الاية الخامسة عشرة عشرة وفي النمل كذلك الحمد لله وسلام الاية التاسعة والخمسون حادي عشر وفيها وقل الحمد لله سيريكم اياته الثالثة والتسعون ثانية وفي العين كبوت قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الثالثة والستون ثالث عشر وفي لقمان قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الخامسة والعشرون رابع عشر وفي سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض سبأ الاية الاولى خامس عشر وفي فاطر الحمد لله فاطر السماوات والارض الاية الاولى من سورة فاطر سادس عشر وفي السورة نفسها الحمد لله الذي اذهب عن الحزن الاية الرابعة والثلاثون سابع عشر وفي الزمر هل يستويان مثلا الحمد لله التاسعة والعشرون ثامن عشر وفيها الحمد لله الذي صدقنا وعده الرابعة والسبعون تاسعة عشر وفيها وقيم الحمد لله رب العالمين الخامسة والسبعون أشرون وفي حامين غافر الحمد لله رب العالمين الاية الخامسة والستون الرقم ثمانية قوله والحمد لله فاما قوله والحمد لله فموضعان واحد في الانعام فقفع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله الاية الخامسة والاربعون اثنان فالصرفات وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الاية الحديث والثمانون والمئة والثانية والثمانون والمئة تسعة قوله فلله الحمد فأما قوله فلله الحمد حرف واحد في سورة الجافية فلله الحمد رب السماوات ورب الارض الاية السادسة والثلاثون عشرة قوله له الحمد وقوله له الحمد حرف واحد في سورة القصص له الحمد في الاولى والاخرة الاية السبعون حادي عشر قوله وله الحمد قوله وله الحمد ثلاثة احرف في الروم وله الحمد في السماوات والارض الاية الثامنة عشرة اثنان وفي سبأ وله الحمد في الاخرة الاية الاولى ثلاثة وفي التغرب وله الحمد وهو على كل شيء قدير الاية الاولى حاشية فتكون كلمة الحمد قد جاءت سبعا وعشرين مرة بناء على حصر ابن الجوزي ولقد حصرها المعجم المفهرس في ثمانية وعشرين موضع وكذلك معجم الفار القرآن لعداد المجمع انتهى الهاش فصل في المتشابه من مادة سبح يسبح ويسبح تسبح نسبح سبحان الله وسبحان الله فسبحان الله واحد قوله يسبح بلياء ستة مواضع واحد في بني اسرائيل سورة الاسراء وان من شيء الا يسبح بحمده الرابعة والاربعون اثنان وفي النور يسبح له فيها بالغدو والاعصال السادسة والثلاثون ثلاثة وفي النور كذلك ألم تر أن الله يسبح له الحادية والاربعون اربعة وفي الحش يسبح له ما في السماوات الرابعة والعشرون خمسة وفي اول الجمعة يسبح لله ما في السماوات الاية الاولى ستة ومثله في التغاض يسبح لله ما في السماوات الاية الاولى اثنان فاما ويسبح بزيادة وعود فموضع واحد ويسبح الرعد بحمده سورة الرعد الآيات الثالثة عشرة ثلاثة واما تسبح بالتاء ففي بني اسرائيل اي الاسراء تسبح له السماوات السبع الرابعة والاربعون اربعة فاما نسبح بالمون واحد ففي البقرة ونحن نسبح الآية الثلاثون خمسة واما قوله سبحان الله فخمسة مواضع واحد في المؤمنون ولا على بعضهم على بعض سبحان الله الآية في الحادية والتسعون اثنان وفي القصص سبحان الله وتعالى الثامنة والستون ثلاثة وفي الصوافات سبحان الله عما يصفون التاسعة والخمسون والبئة اربعة وفي الطور ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون الثالثة والاربعون خمسة وفي الحشر المتكبر سبحان الله الآية الثالثة والعشرون ستة واما وسبحان الله فموضعان واحد في يوسف انا ومن تبعني وسبحان الله الثامنة والمئة اثنان وفي النمل ومن حولها وسبحان الله الثامنة سبعة واما فسبحان الله فموضعان في الانبياء لفسدتا فسبحان الله الآية الثانية والعشرون وفي الروم فسبحان الله السابعة عشرة فصل في قضاء الأمر إذا قضى أمر وإذا قضى أمر فإذا قضى أمر واحد إذا قضى أمر حرفان في آل أمران يخلق ما يشاء إذا قضى أمر السابعة والأربعون وفي مريم سبحانه إذا قضى أمر الخامزة والثلاثون إثنان قوله وإذا قضى أمر حرف واحد في البقرة وإذا قضى أمر حرف واحد في المؤمن أي سورة غافر هو الذي يحيي ويموت المؤمن الآية الرابعة والخمسون إثنان وفي الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان الآية الأولى ثلاثة وفي الفرقان كذلك تبارك الذي إن شاء الآية العاشرة أربعة وفيها كذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجة الآية الحادية والستون خمسة وفي الرحمن تبارك اسم ربك الآية الثامنة والسبعون ستة وفي الملك تبارك الذي بيده الملك الآية الأولى إثنان فأما قوله فتبارك بالفاء فحرفان واحد في المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين الآية الرابعة عشرة إثنان وفي حامن المؤمن أي سوءة غافر فتبارك الله رب العالمين الآية الرابعة والستون ثلاثة فأما قوله وتبارك بالوعو فحرف واحد في سورة الزخرف وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض الآية الخامسة والثمانون فصل في تلك وتلك فتلك حاشين جاء في معظم ألفاظ القرآن بين معقوفتين إعداد مجمع اللغة العربية ما يأتي تلك من أسماء الإشارة يشار بها للمفردة المؤنثة كما يشار بها إلى الجنع الذي يعامل معاملة المؤنث وهو جمع التكسير وجمع المؤنث السالم ويقول النحان إن اسم الإشارة هو وتي والنام للبعد والكاف حرف خطاب وحرف الخطاب يتغير تبعاً للمخاطب فيقارف المخاطبة المفردة تلك وفي المخاطبة المثنى تلكنا وفي مخاطبة الجنع تلك أو تلكنا وقد تستعمل الكاف وحدها مع مخاطب أو أكثر انتهت الحاشية واحد تلك ثمانية وعشرون حرفا في البقرة واحد تلك أمانيهم الآية الحادية عشر بعد المئة اثنان وثلاثا تلك أمة قد خلت الآيتان الرابعة والثلاثون والمئة والحادية والاربعون والمئة من نفس السورة أربعة تلك حدود الله فلا تقربوها السابعة والثمانون والمئة ولازلنا في سورة البقرة خمسة تلك عشرة كاملة السادسة والتشعون والمئة ستة تلك حدود الله فلا تعتدوها التاسعة والعشرون بعد المئتين سبعة تلك آيات الله نتلوها الثانية والخمسون بعد المئتين ثمانية تلك أصر فضلنا الثالثة والخمسون بعد المئتين تسعة وفي آل أمران تلك آيات الله نتلوها الثامنة بعد المئة عشرة وفي النساء تلك خدود الله ومن يطهر الله الثالثة عشرة حادي عشر وفي الأعراض تلك القرآن قص عليك الحادية بعد المئة ثاني عشر وفي يهود تلك من أنباء غير التاسعة والأربعون ثالث عشر وفي يومس تلك آيات الكتاب الحكيم الآية الأولى رابع عشر وفي يوسف تلك آيات الكتاب المبين الآية الأولى خامس عشر وفي الرابط تلك آيات الكتاب والذي أنزل لنك نبض بك الحق الآية الأولى سابس عشر وفي الرابط وفي الرابط كذلك تلك عقب المذين التقو الخامسة والثلاثون سابع عشر وفي الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن نبيل الآية الأولى ثامن عشر وفي مريم تلك الجنة التي نورث من وادنا الآية الثالثة والشتون تاسع عشر وفي طاها وما تلك بيميك يا موسى السابعة عشر الاشرون وفي الأنبياء فما زالت تلك دعوانهم الآية الخامسة عشر الحادي والعشرون وفي الشعراء تلك آيات الكتاب الآية الثانية الثانية والعشرون وفي النمر تلك آيات القرآن الآية الأولى الثالث والعشرون وفي القصص تلك آيات الكتاب الآية الثانية الرابع والعشرون وفي القصص كذلك تلك الدار الآثرة الآية الثالثة والثمانون الخامس والعشرون وفي لقمان تلك آيات الكتاب الآية الثانية السادس والعشرون وفي الجوافية تلك آيات الله الآية السادسة السابع والعشرون وفي النجم تلك إذا قسمة ديزاء الآية الثانية والعشرون الثامن والعشرون وفي النازعات تلك إذا كبرة خاسرة الآية الثانية عشرة اثنان فأما قوله وتلك بالوعو فأحد عشر موضع واحد في البقرة وتلك حدود ما يغينها الآية الثلاثون بعد المائتين انتهى الشريط التاسع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب اثنان وفي آل أمران وتلك الأيام نداولها الآية الأربعون والمائة ثلاثة وفي الأنعام وتلك حدتنا الآية الثالثة والثمانون أربعة وفي هود وتلك عاد التاسعة والخمسون خمسة وفي الكهف وتلك القرى التاسعة والخمسون ستة وفي الشعراء وتلك نعمة الثانية والعشرون وفي العنكبوت وتلك الأنثال الثالثة والأربعون ثمانية وفي الزخرف وتلك الجنة الثانية والستون تسعة وفي المجادلة وتلك حدود الله الآية الرابعة عشرة وفي الحشر وتلك الأنثال نضربها للناس الحادية والعشرون حادي عشر وفي الطلاق وتلك حدود الله الآية الأولى ثلاثة فأما قوله فتلك بالفائل فحرفان واخد في النح فتلك بوته الخووية الآية الثانية والخمسون اثنان وفي القصص فتلك مساكنه الآية الثامنة والخمسون حاشية وقد جاء احصاء معجن مجمع اللغة في الكلمات مطابقا لما ذكره ابن الجوزي حيث عدها جميعا واحدا واربعين مرة واضف اليها تلكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الأعراف الثانية والعشرون وتلكم واندو أن تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الأعراف الثالثة والأربعون وانتهت الحاشية فصل في نعمة حاشية نعمة كلمة تقارف المدح تقابل بئس للذن تقول نعمة الفتى علي وتقول نعمة ما تقول ومعمة ما تقول وأصل الأخيرة نعمة ما تقول فحركت العين بالكسرة اتباعا لحركة المهم قبلها وأضغمت الميمان وجرى الوسط في الكتابة وتقول نعمة ما هو ونعمة ما هي وعلى طريقة الإبغام تقول نعمة ما هو ونعمة ما هي ومن الجديد بالذكر أن نقول إن نعمة ونعمة فنعمة فلا نعمة ولا نعمة ذكرت في القرآن سبت عشرة مرة وذكرت فنعمة مرة واحدة دخلت في الحصر مع ثانية ما وذكرت نعمة مرة واحدة لم يتناولها الحصر وكان من حقها أن تدخل مع نعمة لتصبح ستة أحرف لا خمسة والآية والآية التي تضمنتها قوله تعالى إن الله لعن لا يعظكم به النساء الثامنة والخمسون نعمة ستة عشرة مرة زائد نعمة مرتان يصبح العدد ثمانية عشرة مرة وانتهت الحاشية في نعمة نعمة ونعمة فنعمة فلا نعمة ولا نعمة واحد قوله نعمة خمسة أحرف واحد في الأمثال نعمة المولى الآية الأربع اثنان وفي الكهف نعمة الثواب الآية الحادية والثلاثون ثلاثة وفي العين كبوت نعمة آجر العاملين الآية الثامنة والخمسون أربعة وفي صارد نعمة العبد إن له أواد في حق سليمان الآية الثلاثون خمسة وفي الحق أيوب نعمة العبد الآية الرابعة والأربعون اثنان وأما قوله ونعمة بالواو فأربعة أحرف واحد في آل عمران ونعمة ونعمة أجر العالمين الآية السادسة والثلاثون والمئة اثنان وفيها أيضا ونعمة الوكيل الآية الثالثة والسبعون والمئة ثلاثة وفي الأنفال ونعمة النصير الآية الأربعون أربعة وفي خاتمة الحج ونعمة نصير الآية الثامنة والسبعون ثلاثة فأما قوله ثنعمة بالفاء فستة أحرف واحد في البقرة قوله ثنعمة حاشير وضحت من قبل أن أصل ثنعمة هو ثنعمة وعلى ذلك تدخل في نطاق الحصر وكان من حق نعمة أن تدخل أيضا في حصر نعمة ما دامت ثنعمة قد دخلت في الحصر مع ثنعمة وانتهت الحاشير واحد في البقرة ثنعمة الآية الحادية والسبعون بعد المئتين اثنان وفي الرعد فنعمة عقب الدار الآية الرابعة والعشرون ثلاثة وفي الحج فنعمة المولى الآية الثامنة والسبعون أربعة وفي الزمر فنعمة أجر العاملين الآية الرابعة والسبعون خمسة وفي الذاريات فنعمة الماهد الآية الثامنة والأربعون ستة وفي المرسلات فنعمة قادرون الآية الثالثة والعشرون أربعة أربعة فأما قوله فلا نعمة فحرف واحد في الصافات الآية الخامسة والسبعون فلا نعمة المجيبون خمسة خمسة وأما ولا نعمة فحرف واحد في النحل الآية الثلاثون ولا نعمة دار المتقين فص فص في بئسة حاشية بئسة كلمة ذنب وتقابلها نعمة كلمة مدح ويكون المخصوص بالذنب أو المدح معرفا بالألف واللا أو مضافا إلى المعرف بها وقد يكون نكرة منصوبة على التمييز أو لفظة ما ورسمت في المصحف لفظة ما متصلة ببئسة عند عدم صدق الفاء أو اللام وقد وردت الصيغة كلها في أربعين موضع منها ثلاثة بئسة ما دخلت في الحصر مع بئسة ليصبح العدد ثمانية أحرف ما بين بئسة وبئسة ما ودقية الأربعين موزعة بين فبئسة وبئسة لبئسة ولا بئسة فلا بئسة وانتهت الحاشية بئسة ثمانية فبئسة فبئسة سبع مرات وبئسة خمس عشرة مرة لبئسة خمس مرات ولا بئسة أربع مرات فلا بئسة مرة واحد قوله بئسة ثمانية أحرف واحد في البقرة بئسة ما اشتروا بي أنفسهم الآية التسعون اثنان وفيها بئسة ما يأمركم به إيمانكم الآية الثالثة والتسعون ثلاثة وفي الأعراف بئسة ما خلفتمون الآية الخمسون والمئة أربعة وفي هود بئسة الرفد الآية التاسعة والتسعون خمسة وفي الكهف بئسة الشراب الآية التاسعة والعشرون ستة وفيها أي في الكهف أيضا بئسة للظالمين بدلاء الآية الخمسون سبعة وفي الحجرات بئسة لسم الآية الحادية عشر ثمانية وفي الجمعة بئسة مثل القوم الآية الخامسة اثنان فأما فبئسة فسبعة أحرف واحد في آل عمران فبئسة ما يشترون الآية السابعة والثمانون والمئة اثنان وفي صاد فبئسة المهاد الآية السابسة والخمسون ثلاثة وفيها أي في صاد كذلك فبئسة القرار الستون الستون أربعة وفي الزمر فبئسة والمتكبرين الآية الثانية والسبعون خمسة ومثلها في المؤمن أي في صورة غافر فبئسة والمتكبرين الآية السادسة والسبعون ستة وفي الزخرف فبئسة القرين الآية الثامنة والثلاثون سبعة وفي المجادلة فبئسة المصير الآية الثامنة ثلاثة وأما وبئسة بالواو فخمسة عشر موضع منها تسعة وبئسة المصير حاشية من الأول إلى التاسع في البقر الآية السادسة والعشرون والمئة اثنان في آل أمران الثانية والستون والمئة ثلاثة في الأنفال الآية السادسة عشرة أربعة في التوبة الآية الثالثة والسبعون خمسة في الحج الآية الثانية والسبعون ستة في الحديد الآية الخامسة عشرة سبعة في الترابل الآية العاشرة تمانية في التحريم الآية التاسعة تسعة في الملك الآية السادسة وهي ولذين كفروا بربهم عذاب جهنم إنما وبئس المصير وانتهت الحاشية وثلاثة وبئس المهاد في آل أمران الثانية عشرة السابعة والتسعين بعد المئة الثامنة عشرة في سورة الرعد وموضع وبئس القرار في إبراه في إبراهيم الآية التاسعة بعد العشرين وفي هود وبئس الورد الآية الثامنة والتسعون حاشية بقي موضع منه لأنه سقط من الناسخ في آل أمران في الآية الحادية والخمسين والمئة وبئس مثل الظالمين وبها يكمل عدد وبئس خمس عشرة مرة كما ذكر المؤلف وانتهت الحاشية أربعة فأما لبئس فخمسة أحرف واحد في المائدة لبئس ما كانوا يعملون الآية الثانية وستون اثنان وفيها أي في المائدة كذلك لبئس ما كانوا يصنعون الآية الثالثة والستون ثلاثة وفيها أي في المائدة لبئس ما كانوا يفعلون الآية التاسعة والسبعون أربعة وفيها لبئس ما قدمت لهم أنفسهم الآية الثمانون خمسة وفي الحج لبئس المولاء الآية الثالثة عشرة خمسة فأما ولا بئس فأربعة أحرف واحد في البقرة ولبئس ما شروا الآية الثانية بعد المئة اثنان وفي البقرة كذلك ولبئس المهاد الآية الثالثة بعد المئتين ثلاثة وفي الحج ولبئس العشير الآية الثالثة عشرة أربعة وفي النور ولبئس المصير الآية الثالثة والخمسون ستة فأما فلا بئس فحرف واحد في سورة النحل الآية التاسعة بعد العشرين فلا بئس فالمتكبرين فصل في أم لم أم لم ستة أحرف واحد في البقرة أم لم تنذبهم الآية السادسة اثنان ومثلها في ياسين أم لم تنذبهم الآية العشرة ثلاثة وفي المؤمنون أم لم يعرفه الآية التاسعة والستون أربعة وفي الشعراء أم لم تكن من الواعظين الآية السادسة والثلاثون والمئة خمسة وفي المنافقون أم لم تستغفر لهم الآية السادسة فصل في تكو حاشية جاء في مور من ألفاظ القرآن تكو فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك هود السابعة عشرة أي تكن واللفظ في هود في الآية التاسعة بعد المئة والنفل الآية السابعة والعشرين والمئة ومريم الآية التاسعة وإلى ضمير المفردة مؤنثا فيه وإن تكو حسنة يضائفها النساء الأربعون وكذلك في لقمان التاسعة عشرة وإلى جمع التكسير فيه قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات غافر الآية الخمسون وانتهت الحاشية تكو سبع مرات يكو ثمان مرات نكو مرتان واحد تكو سبعة أحرف واحد في سورة النساء في الآية الأربعين وإن تكو حسنة اثنان وفي هود الآية السابعة عشرة فلا تكو في مريات منه ثلاثة ثلاثة وفي هود كذلك الآية التاسعة بعد المئة فلا تكو في مريات ما يعبد هؤلاء أربعة وفي النحل الآية السابعة والعشرون والمئة ولا تكو في ضيق مما ينكرون خمسة وفي مريم الآية التاسعة ولم تكو شيئا ستة وفي لخمان الآية السادسة عشرة إن تكو مفطال حب سبعة وفي المؤمن أولم تكو تأتيكم أي سورة غافر الآية الخمسون اثنان فأما يكو بالياء فثمانية أحرف حاشية جاء في معجم أنفاظ القرآن يكو فإن يتوب يكو خيرا له التوبة الرابعة والسبعون والنفذ في سورة النح الاشرون والمئة مريم السابعة والستون والثامنة والعشرون بين معقوفتين مكرر مرتين غافر الخامسة والثمانون القيامة السابعة والثلاثون وانتهت الحاشية فأما يكو بالياء فثمانية أحرف وفد في الأنفال لن يكن غيرا الآية الثالثة والخمسون حاشية وذكر هذا الفعل في أسلوب جحودي فيه ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الأنفال الثالثة والخمسون أي لم يرد ذلك لأنه مناف لحكمته وعدله وانتهت الحاشية فأما يكو بالياء فثمانية أحرف واحد في الأنفال لم يكن غيرا الآية الثالثة والخمسون اثنان وفي التوبة الآية الرابعة والسبعون يكو خيرا له ثلاثة وفي النحل ولم يكن للمشركين الآية الثانية عشرة أربعة وفي مريم الآية السابعة والستون ولم يكن شيئا خمسة وفي حاميم المؤمن أي سورة غافر الآية الثامنة والعشرون وإي يكن كاذبة ستة وفي نفس السورة الآية الثامنة والعشرون وإي يكن صادقة سبعة وفيها أي في نفس السورة فلم يكن ينفعه الإيمانه الخامسة والثمانون ثمانية وفي سورة القيامة الآية السابعة والثلاثون ألم يكن تفه ثلاثة فأما نكو بالنوم ففي موضعين حاشية جاء في نوع من الأنفاض القرآن الكريم نكو قالوا لن نكن من المصلين المدثر الثالثة والأربعون أي لن نكن والنفض في نفس السورة المدثر في الرابعة والأربعين أيضا وذكر الفعل نفسه بذكر اللام أي النون في نكن فإن فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن من نعكم سورة النساء الآية الحادية الأربعون والمئة والنفض في التوبة في الآية السادسة والثمانين وغافر في الآية الرابعة والسبانين والحديد في الآية الرابعة عشرة وانتهت الحاشية ثلاثة فأما نكو بالنوم ففي موضعين واحد في سورة المدفر في الآية الثاليشة والأربعين لنكن المصلين اثنان وفي السورة نفسها في الآية الرابعة والأربعين ولنكن طعم المسكين فصل يا أيها الناس واحد يا أيها عشرون حرفا واحد في البقرة الآية الحادية والعشرون يا أيها الناس عبدوا ربكم اثنان وفيها الآية الثامنة والستون والمئة يا أيها الناس كلوا لما في الأرض حلالا طيبا ثلاثة وفي النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية الأولى أربعة وفيها في الآية السبعين بعد المئة يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم خمسة وفيها يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم الآية الرابعة والسبعون والمئة ستة وفي الأعراف في الآية الثامنة والخمسين والمئة يا أيها الناس اني رسول الله إليكم سبعة وفي يونس في الآية الثالثة والعشرين يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ثمانية وفي يونس كذلك في الآية السابعة والخمسين يا أيها الناس قد جاءتكم موئضة مربكم تسعة وفي يونس كذلك في الآية الرابعة بعد المئة يا أيها الناس إن كنتم في شك دليم عشرة وفي في الآية الثامنة بعد المئة يا أيها الناس قد جاء الحق حادي عشر وفي الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم الآية الأولى ثاني عشر وفي الحج كذلك في الآية الخامسة يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث ثالث عشر وفي الحج في الآية التاسعة والأربعين يا أيها الناس إنما أنا لك نذير مبين رابع عشر وفي الحج في الآية الثالثة والسبعين يا أيها الناس دوري بمثل خامس عشر وفي النوم في الآية السابسة عشرة يا أيها الناس علمنا منطقة الطيير سابس عشر وفي لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم في الآية الثالثة والثلاثة سابع عشر وفي فاطر في الآية الثالثة يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ثامن عشر وفي فاطر في الآية الخامسة يا أيها الناس إن وعد الله حق تاسع عشر وفي فاطر في الآية الخامسة عشرة يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ حاشية من المفيد هنا أن نذكر أن أيها وردت في القرآن الكريم في مائة وثلاثة وخمسين موضع وكلها ليتعصل بها إلى نداء ما فيه ألي فإن ما فيه ألي إذا أردنا أن نناديه مثل الرجل أو المرأة لا نستطيع نداءه إلا إذا توصلنا إلى ذلك بأيها في نداء المذكر وأيتها في نداء المؤنف فنقول يا أيها الرجل ويا أيها المرأة ما عدا ما عدا اسم الله عز وجل فنقول يا الله وهناك موضع رواحب في القرآن الكريم جاءت فيه أيها لغير ذلك وهو في قوله تعالى فينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف سورة الكهف الآية التاسعة عشرة فإن الهاء هنا ضمير وليست حرفة به انتهى الوجه الأول والآيات التي جاءت أي فيها ليتوصل بها إلى النداء منها ما يأتي يا أيها الناس عبدوا ربكم البقرة الحادية والعشرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا البقرة الرابعة بعد المئة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر المائدة الحادية والأربعون وقد سبق أن أشار المصنف إلى أن أيها في المصحف العثماني ترسمها كذا أيه بدون ألف في ثلاثة مواضع واحد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون النور الآية الحادية والثلاثون لازلت والي قراءة الحاشية اثنان وقالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك الزخرف التاسعة والأربعون ثلاثة سنفرغ لكم أيها الثقلان الرحمن الحادية والثلاثون وانتهت الحاشية فصل ثلاثة يا أيها الذين آمنوا تسع وثمانون حرفا في البقرة أحد عشر موضعا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا الآية الرابعة والمئة ثم في الآية الثالثة والخمسين والمئة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الآية الثانية والسبعون والمئة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الثامنة والسبعون والمئة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصص الثالثة والثمانون والمئة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الثامنة بعد المئتين يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة الرابعة والخمسون بعد المائتين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الرابعة والستون بعد المائتين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم السابعة والستون بعد المائتين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم الثامنة والسبعون بعد المائتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الدباء والآية الأخيرة الآية الثانية والثمانون بعد المائتين من السورة نفسها أي سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين وفي آل أمران سبعة مواضع الآية المائة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا الثانية بعد المائة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الثامنة عشرة بعد المائة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة الثلاثون بعد المائة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء التاسعة والأربعون بعد المائة السادسة والخمسون بعد المئة الآية المئتان وفي سورة النساء تسعة مواضع الآية التاسعة عشرة الآية التاسعة والعشرون الثالثة والأربعون التاسعة والخمسون الحادية والسبعون الرابعة والتسعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الخامسة والثلاثون والمئة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بالقسط السادسة والثلاثون والمئة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الرابعة والأربعون والمئة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَوْلِيَاءَ وفي سورة المائدة ستة عشر موضع من يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الثامن والعشرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الآية الأولى التنزع والعشرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ الثانية الثلاثون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ السادسة الحادي والثلاثون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ الثامنة الثاني والثلاثون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الحادي أتعشرة الثالث والثلاثون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الخامسة والثلاثون الرابعة والثلاثون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الحادية والخمسون الخامس والثلاثون يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم الرابعة والخمسون السادس والثلاثون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْوَى الآية السابعة والخمسون السابعة والثلاثون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ السابعة والثمانون الثامن والثلاثون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الآية التسعون التاسع والثلاثون يا أيها الذين آمنوا لا يغلونكم الله بشيء من الصيد الرابعة والتسعون الأربعون يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد الخامسة والتسعون الحادي والأربعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ الآية الحادية بعد المئة الثاني والأربعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ الآية الخامسة والمئة الثالث والأربعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الآية السادسة بعد المئة وفي الأنثال ستة مواضع الرابع والأربعون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الخامسة عشرة الخامس والأربعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله العشرون السادس والأربعون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الآية الرابعة والعشرون السابع والأربعون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول الآية السابعة والعشرون الثامن والاربعون يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الاية التاسعة والعشرون التاسعة والاربعون يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا الاية الخامسة والاربعون وفي التوبة ستة مواضع الخمسون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم الاية الثالثة والعشرون الحادي والخمسون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الثامنة والعشرون الثاني والخمسون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار الآية الرابعة والثلاثون الثالث والخمسون يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم الآية الثامنة والثلاثون الرابع والخمسون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الآية التاسعة عشرة بعد المئة الخامس والخمسون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين آلونكم الآية الثالثة والعشرون والمئة السادس والخمسون في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا كعوا وسجدوا الآية السابعة والسبعون وفي النور ثلاثة مواضع السابع والخمسون يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الآية الحادية والعشرون الثامن والخمسون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الآية السابعة والعشرون التاسع والخمسون يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية الثامنة والخمسون وفي الأحزاب سبعة الستون يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم الاية التاسعة الحادي والستون يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرى كثيرا الحادية والاربعون الثاني والستون يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات الاية التاسعة والاربعون الثالث والستون يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا نبي الاية الثالثة والخمسون الرابع والستون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الآية السابسة والخمسون الخامس والستون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية التاسعة والستون السادس والستون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا الآية السبعون وفي سورة محمد موضعان السابع والستون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهِ الآية السابعة الثامن والستون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْطِعُوا اللَّهِ الآية الثالثة والثلاثون وفي الحجرات خمسة التاسع والستون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا الآية الأولى السبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الآية الثانية الحادي والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُوا الآية السادسة الثاني والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٌ الآية الحادية عشرة الثالث والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذِي تَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ الآية الثانية عشرة وفي الحديد موضع الرابع والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا الآية الثامنة والعشرون وفي المجابلة ثلاثة الخامس والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ الآية التاسعة السابس والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا الآية الحادية عشرة السابع والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولِ الآية الثانية عشرة وفي الحشر موضع الثامن والسبعون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْكَانُفُرُ الآية الثامنة عشرة وفي الممتحنة ثلاثة التاسع والسبعون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي الآية الأولى الثمانون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات الآية العاشرة الحادي والثمانون يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الآية الثالثة عشرة وفي الصف ثلاثة الثاني والثمانون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون الآية الثالث والثمانون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم الآية العاشرة الرابع والثمانون يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله الآية الرابعة عشر وفي الجمعة موضع الخامس والثمانون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الآية التاسعة وفي المنافقون موضع السادس والثمانون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم الآية التاسعة وفي التغراب لموضع السابع والثمانون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم الآية الرابعة عشرة وفي التحريم موضعان الثامن والثمانون يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم الآية السابسة التاسع والثمانون يا أيها الذين آمنوا إلى الله الآية الثامنة أربعة قوله يا أيها الذين كفروا حرف واحد في التحريم الآية السابعة حاشية وهي قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الآية السابعة وانتهت الحاشية الحادي والأربعون قوله يا أيها الذين هادوا حرف واحد في الجمعة الآية السابسة حاشية وهي قوله تعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين الآية السابسة وانتهت الحاشية فصل قوله فلما مئة حرف وحرف في البقرة واحد فلما أضاءت السابعة عشرة اثنان فلما أنبأهم الثالثة والعشرون ثلاثة فلما جاءهم التاسعة والثمانون أربعة فلما كتب عليهم السادسة والأربعون والمئتان خمسة فلما فصل التاسعة والأربعون والمئتان ستة فلما جاوزه التاسعة والأربعون والمئتان سبعة سبعة فلما تبين له التاسعة والخمسون والمئتان وفي آل أمران ثمانية فلما وضعتها السادسة والثلاثون تسعة فلما أحس عيسى الثانية والخمسون عشرة وفي النساء فلما كتب عليهم القتال الآية السابعة والسبعون وفي المائدة حادي عشر فلما توفيتني الآية السابعة عشرة بعد المئة وفي الألعام ثاني عشر فلما نسوا الآية الرابعة والأربعون ثالث عشر فلما جن السادسة والسبعون رابع عشر فلما أفل السادسة والسبعون خامس عشر فلما رأى القمر السابعة والسبعون سادس عشر فلما أفل السابعة والسبعون سابع عشر فلما رأى الشمس الثامنة والسبعون ثامن عشر فلما أفلت الثامنة والسبعون وفي الأعراف التاسعة عشرة فلما ذاق الشجرة الثانية والعشرون العشرون فلما ألقوا سحر الآية السادسة عشر بعد المئة الحادي والعشرون فلما كشفنا عنهم الرجز الخامسة والثلاثون والمئة الثاني والعشرون فلما تجلى الثالثة والاربعون والمئة الثالث والعشرون فلما أفاق الثالثة والاربعون والمئة الرابع والعشرون فلما اخذتهم الرجفة الخامسة والخمسون والمئة الخامس والعشرون فلما نسوا الخامسة والستون والمئة السادس والعشرون فلما عتوا السادسة والستون والمئة السابع والعشرون فلما تغشاها التاسعة والثمانون والمئة الثامن والعشرون فلما أثقلت التاسعة والثمانون والمئة التاسع والعشرون فلما آتاهما التسعون والمئة الثلاثون وفي الأمثال فلما تراءت الفئتان الآية الثامنة والاربعون الحادي والثلاثون وفي التوبة فلما آتاهم من فضله الآية السادسة والسبعون الثاني والثلاثون فلما تبين له أنه عدو لله الآية الرابعة عشر بعد المئة وفي يونس الثالث والثلاثون فلما كشفنا عنه ضره الآية الثانية عشر الرابع والثلاثون فلما أنجاهم الآية الثالثa والعشرون الخامس والثلاثون فلما جاءهم الحق من عندنا الآية السادسة والسبعون السادس والثلاثون فلما جاء السحرة الآية الثمانون السابع والثلاثون فلما ألقوا الآية الحادية والثمانون وفي هود الثامن والثلاثون فلما جاء أمرنا نجينا صالحا السادسة والستون التاسع والثلاثون فلما رأى ايديهم الاية السبعون الاربعون فلما ذهب عن ابراهيم الضوع الاية الرابعة والسبعون الحادي والاربعون فلما جاء امرنا الاية الثانية والثمانون وفي يوسف الثانية والاربعون فلما ذهبوا به الاية الخامسة عشرة الثالث والاربعون فلما رأى قميصه الثامنة والعشرون الرابع والاربعون فلما سمعت بمكرهم الاية الحادية والثلاثون الخامس والاربعون فلما رأينه اكبرنا الاية الحادية والثلاثون السادس والاربعون فلما جاءه الرسول الاية الخمسون السابع والاربعون فلما كلمه الآية الرابعة والخمسون الثامن والأربعون فلما رجعوا إلى أبيهم الآية الثالثة والستون التاسع والأربعون فلما آتوه موثقهم الآية الثالثة والستون الخمسون فلما جهزهم الآية السبعون الحادي والخمسون فلما استيئسوا منه خلصوا الآية الثمانون الثاني والخمسون فلما دخلوا الآية الثامنة والثمانون الثالث والخمسون فلما أنجاء البشير الآية السادسة والتسعون الرابع والخمسون فلما دخلوا على يوسف الآية التاسعة والتسعون الخامس والخمسون وفي الحجر فلما جاء آل لوطن المرسلون الآية الثانية والستون السادس والخمسون وفي بني إسرائيل سورة الإسراء فلما نجاكم إلى البر الآية السابعة والستون السابعة والخمسون وفي الكهف فلما بلغ الآية الحادية والستون الثامن والخمسون وفيها كذلك فلما جاوز الآية الثانية والستون التاسع والخمسون وفي مريم فلما اعتزلهم الآية التاسعة والأربعون الستون وفي طاها فلما أتاها الحادية عشرة الحادي والستون وفي الأنبياء فلما أحسوا الثانية عشرة الثاني والستون في الشعراء فلما جاء السحرة الحادية والأربعون الثالث والستون وفيها أي في الشعراء فلما ترى الجمعان الحادية والستون وفي النمل الرابع والستون فلما جاءها الآية الثامنة الخامس والستون فلما رآها تهتز العاشرة السادس والستون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة الثالثة عشرة السابع والستون فلما جاء سليمان السادسة والثلاثون الثامن والستون فلما رآه مستقر الأربعون التاسع والستون فلما جاءت قيل الثانية والأربعون السبعون فلما رأته حسبته الرابعة والأربعون وفي القصص الحادية والسبعون فلما أن أراد أن يبطش التاسعة عشرة الثاني والسبعون فلما جاءه وقص عليه القصص الخامسة والعشرون الثالث والسبعون فلما قضى موسى الأجن التاسعة والعشرون الرابع والسبعون فلما أتاها الثلاثون الخامس والسبعون فلما رآها الحادية والثلاثون السابس والسبعون فلما جاءهم موسى الآية السابسة والثلاثون المرة السابعة والسبعون من سورة القصص كذلك فلما جاءهم الحق من عندنا الآية الثامنة والأربعون الثامنة والسبعون وفي العنكبوت فلما نجاهم إلى البر الآية الخامسة والستون التاسعة والسبعون وفي لقمان فلما نجاهم إلى البر الثانية والثلاثون الثمانون وفي الأحزاب فلما قضى زيد السابعة والثلاثون الحادي والثمانون وفي سبأ فلما قضينا عليه الموت الرابعة عشرة الثاني والثمانون وفيها أي في سبأ فلما خر الرابعة عشرة الثالث والثمانون وفي فاطر فلما جاءهم الثانية والأربعون الرابع والثمانون وفي الصرفات فلما بلغ معه السعي الثانية بعد المئة الخامس والثمانون وفيها أي في الصرفات فلما أسلم الثالثة بعد المئة السادس والثمانون وفي المؤمن فلما جاءهم بالحق من عندنا الآية الخامسة والعشرون السادس والثمانون وفيها أي في المؤمن سورة غافر فلما جاءتهم رسلهم الثالثة والثمانون الثامن والثمانون وفيها أي في الغافر فلما رأوا بأسنا الآية الرابعة والثمانون التاسعة والثمانون وفي الزخرف فلما جاءهم بآياتنا الآية السابعة والأربعون التسعون وفيها فلما كشفنا عنهم العذاب الآية الخمسون الحادي والتسعون وفيها أي في سورة الزخرف فلما آسفون الآية الخامسة والخمسون الثاني والتسعون وفي الأحقاف فلما رأوه عارضا الآية الرابعة والعشرون الثالث والتسعون وفيها فلما حضروه الآية التاسعة والعشرون الرابع والتسعون وفيها فلما قضي الآية التاسعة والعشرون الخامس والتسعون وفي الحشر فلما كفر الآية السادسة عشرة السادس والتسعون وفي الصف فلما زاغوا الآية الخامسة السابع والتسعون وفيها أي في الصف فلما جاءهم بالبينات الآية السادسة الثامن والتسعون وفي التحريم فلما نبأت به الآية الثالثة التاسع والتسعون وفيها فلما نبأها به الآية الثالثة المئة وفي الملك فلما رأوه الآية السابعة والعشرون الحادية بعد المئة وفي نون فلما رأوها الآية السابسة والعشرون انتهى الشريط العاشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب فصل فأما قوله ولما بالواو فواحد وثلاثون حرفا في البقرة واحد ولما جاءهم كتاب التاسعة والثمانون اثنان ولما جاءهم رسول الآية الحادية بعد المئة ثلاثة ولما يأتكم الآية الرابعة عشر بعد المئتين أربعة ولما برزوا الخمسون بعد المئتين وفي آل أمران خمسة ولما يعلم الله الثانية الأربعون بعد المئة وفي الأعراف سدة ولما وقى عليهم الرجز الرابعة والثلاثون والمئة سبعة ولما جاء موسى الثالثة والاربعون والمئة تمانية ولما سوقط في أيديهم التاسعة والاربعون والمئة تسعة ولما رجع موسى الخمسون والمئة عشرة ولما سكت عن موسى الغضب الرابعة والخمسون والمئة حادي عشر وفي التوبة ولما يعلم الله الذين جاهدوا السابسة عشرة الثاني عشر وفي يونس ولما يأتهم تأويله التاسعة والثلاثون وفي الهود ثالث عشر ولما جاء أمرنا نجينا الثانية والخمسون رابع عشر ولما جاءت رسولنا نوطى السابعة والسبعون خامس عشر ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا الرابعة والثسعون وفي يوسف سابس عشر ولما بلع أشد الثانية والعشرون سابع عشر ولما جهزهم بجهازهم التاسعة والخمسون ثابع عشر ولما فتحوا متاعهم الخامسة والستون تاسع عشر ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم الثامنة والستون أشرون ولما دخلوا على يوسف التاسعة والستون الحادي والعشرون ولما فاصلت العير الرابعة والتسعون وفي القصص الثاني والعشرون ولما بلغ أشده الرابعة عشرة الثالث والعشرون ولما توجه الثانية والعشرون الرابعة والعشرون ولما ورد الثالثة والعشرون وفي العالم كبوت الخامس والعشرون ولما جاءت رسولها وفي العالم كبوت الثالثة والعشرون الثانية والعشرون والما جاءت رسولنا لوط الثالثة والثلاثون وفي الأحزاب السابع والعشرون ولما رأى المؤمنون الأحزاب الثانية والعشرون وفي الزخرف الثامن والعشرون ولما جاءهم الحق الآية الثلاثون التاسع والعشرون ولما ضئب ابن مرجم السابعة والخمسون الثلاثون ولما جاء عيسى بالبينات الثالثة والستون وفي الحجرات الحادي والثلاثون ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية الرابعة عشرة فصل قوله وبالآخرة هم يوقنون واحد حرف واحد في البقرة وهم بالآخرة هم يوقنون حرفان حرف البقرة وبالآخرة هم يوقنون الآية الرابعة وهم بالآخرة هم يوقنون في النمل الثالث ولقمان الرابع وقوله وهم من بالآخرة كافرون حرف واحد في الأعراض الآية الخامسة والأربعون وقوله وهم من بالآخرة هم كافرون ثلاثة أحرف في هود التاسعة عشرة ويوسف السابعة والثلاثون وحاميم السجدة فصلت الآية السابعة فصل يسألونك ويسألونك يسألونك تسعة أحرف في البقرة يسألونك عن الأهلة التاسعة والثمانون علمائة اثنان يسألونك ماذا ينفقون الخامسة عشرة بعد المائتين ثلاثة يسألونك عن الشهر الحرام السابعة عشرة بعد المائتين أربعة يسألونك عن الخمر والميسر التاسعة عشرة بعد المائتين وفي المائدة خمسة يسألونك ماذا أحل لهم الآلة الرابعة وفي الأعراف ستة يسألونك عن الساعة السابعة الثمانون والمائة سبعة يسألونك كأنك حفي عنها السابعة الثمانون والمائة وفي الأنفال ثمانية يسألونك عن الأنفال الآية الأولى وفي النازعات تسعة يسألونك عن الساعة الثانية والأربعون فأما ويسألونك دواو فستة أحرف في البقرة ويسألونك ماذا ينفقون التاسعة عشرة بعد المائتين ويسألونك عن اليتاما اليشبون بعد المائتين ثلاثة ويسألونك عن المحيد الثمية واليشبون بعد المائتين أربعة وفي بل الإسرائيل أي سورة الإسراء ويسألونك عن الروح الآية الخامسة والثمانون خمسة وفي الكهف ويسألونك عن ذي القرنين الثالثة والثمانون ستة وفي طاها ويسألونك عن الجبال الآية الخامسة بعد المئة باب إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف من المتشابه في البقرة فسواهن سبع سماوات الآية التاسعة والأشهود وفي بصلة فقضاهن سبع الآية الثانية عشرة في البقرة وقلنا يا آدمسكن الخامسة والثلاثون وفي الأعراف ويا آدمسكن التاسعة عشرة في البقرة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جلات الخامسة والأشهود وفي يونس أن لهم قادم صدق الآية الثانية في البقرة فأنزل لهم الشيطان وعنها السادسة والثلاثون وفي الأعراف فوسوس لهم الشيطان العشرون الرقم خمسة في البقرة فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاء التاسعة والخمسون وفي الأعراف فأرسلنا عليهم رجزاء الثانية والستون والمئة ستة في البقرة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل الثامنة والأربعون وفيها أي في البقرة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الثالثة والعشرون والمئة سبعة في البقرة وَظَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَانِ السابعة والخمسون وفي الأعراف وَظَلَّنَا عَلَيْهِ الْغَمَانِ السبتون والمئة ثمانية في البقرة وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسلوى السابعة والخمسون وفي طاها ونزلنا عليكم المن والسلوى الثمانون تسعة في البقرة رجزا من السماء بما كانوا يفسقون التسعة والخمسون وفي الأعراف رجزا من السماء بما كانوا يظلمون الثمية والستون والمئة عشرة في البقرة وإذ قلنا دخلوا هذه القرية الثامنة والخمسون وفي الأعراف وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية الحادية والستون والمئة حادي عشر في البقرة فكلوا منها حيث شئتم رغدا بالفاء فكلوا الثامنة والخمسون وفي الأعراف وكلوا منها حيث شئتم الحادية والستون والمئة ثاني عشر في البقرة فانفجرت منه اثنة عشرة عيناء الآية الستون وفي الأعراف فانبجست منه الستون والمئة في الآية عشر في البقرة ويقتلون النبيين بغير الحق الحادية والستون وفي آل أمران ويقتلون الأنبياء بغير حق الثانية عشرة بعد المئة فأما قول قتلهم الأنبياء بغير حق فحرفان واحد في آل أمران بغير حق ونقول ذوق الحادية والثمانون والمئة اثنان وفي النساء بغير حق وقول من قلوبنا غلف الآية الخامسة والخمسون والمئة الرابعة عشرة في الأعراف أندرب بعصاك الحجر الستون والمئة وفي الشعراء أندرب بعصاك البحر الثالثة والستون خامس عشر في البقرة لن تمثل النار إلا أياما معدودة الثمانون فأما قول معدودات فثلاثة أحرف واحد في البقرة الآية الرابعة والثمانون والمئة معدودات فمن كان منكم مريضا الآية الثالثة بعد المئتين في السورة نفسنا واذكروا الله في أيام معدودات وفي الآية الرابعة والعشرين لن تمثل النار إلا أياما معدودات في البقرة الآية الثمانون أم تقولون على الله ما لا تعلمون وهو حرف واحد فأما أتقولون على الله ما لا تعلمون فإنه حرفان واحد من الأعراف في الآية الثامنة والعشرين لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون والثاني في يونس الآية الثامنة والستون إن عندكم من سلطان بهذا وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرفان في البقرة الآية التاسعة والستون والمئة بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون اثنان في الأعراف ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الثالثة والعشرون في البقرة إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الآية الثالثة والثمانون فأما قوله إلا قليلا منهم فأربعة موادع واحد في البقرة إلا قليلا منهم السابسة والأربعون والمئتان اثنان في البقرة فشربوه إلا قليلا منهم التاسعة والأربعون بعد المئتين ثلاثة وفي النساء ما فعلوه إلا قليلا منهم على قراءة ابن عامل بالنصب الآية السابسة والستون أربعة وفي المائدة إلا قليلا منهم فاعف عنهم الآية الثالثة عشرة ثامن عشر في البقرة ولقد جاءه موسى بالبينات الثانية والتسعون وفي العنكبوت ولقد جاءه موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض التاسعة والثلاثون تاسع عشر في المائدة مصدقا لما بيناديه من التوراة السابسة والأربعون وفيها كذلك مصدقا لما بيناديه من الكتاب الثامنة والأربعون العشرون قوله وبشرى للمؤمنين حرفان في البقرة وهدى وبشرى للمؤمنين السابعة والتسعون وفي النهل هدى وبشرى للمؤمنين الآية الثانية الحادي والعشرون قوله وبشرى للمسلمين حرفان في النحل وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الآية التاسعة والثمانون وفيها اي في النحن كذلك ينزدد الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين الثانية بعد المية الثاني والعشرون في لقمان ورحمة للمحسنين الاية الثالثة وفي الاحقاف وبشرى للمحسنين الاية الثانية عشرة الثالث والعشرون قوله بعد الذي جاءك من العلم حرف واحد في البقرة الاية العشرون والمئة قوله بعدما جاءك من العلم حرف واحد في الرعد الاية السابعة والثلاثون الرقم اربعة وعشرون قوله انتهى بيتي للطائفين والعاكفين حرف واحد في البقرة الاية الخامسة والعشرون والمئة قوله وتهي البيت للطائفين والقائمين حرف واحد في الحج الآية السابسة والعشرون الرقم خمسة وعشرون في البقرة فلا تموتن إلا وأنتم يسلمون بالفاء حرف واحد الآية الثانية والثلاثون والمئة وفي آل أمران ولا تموتن بالوعو الآية الثانية والمئة السابس والعشرون قوله ونحن له مخلصون حرف واحد في البقرة الآية الثلاثون والمئة فأما قوله ونحن له مسلمون فأربعة أحرف واشب في البقرة إلها واحدة ونحن له مسلمون الثالثة والثلاثون والمئة اثنان وفيها أي في البقرة كذلك لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآية السابسة والثلاثون والمئة ثلاثة وفي آل أمران لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الآية الرابعة والثمانون حاشية فات الناسخة أن يذكر هذه الآية في موضعها فقلنا بوضعهم في ترتيبها ما دام المؤلف قد حصرها في أربعة مواضع وانتهت الحاشية أربعة وفلعا كبوت وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون الآية السادسة والأربعون الثامن والعشرون قوله ولم يكن من المشركين حرف واحد في آخر النحل الآية العشرون والمئة في البقرة حنيفا وما كان من المشركين الخامسة والثلاثون والمئة وفي آل أمران حنيفا مسلما وما كان من المشركين الآية السابعة والستون قوله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم حرف واحد في البقرة الآية السابسة والثلاثون والمئة التاسع والعشرون قوله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم حرف واحد في آل أمران الآية الرابعة والثمانون قوله ما ألفين عليه آباءنا حرف واحد في البقرة الآية السابعون والمئة قوله ما وجدنا عليه آباءنا حرفان واحد في المائدة الآية الرابعة بعد المئة حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا إثنان في اللقمان الآية الحادية والعشرون بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان قوله أولو كان آباءهم لا يعطلون شيئا ولا يهتدون حرف واحد في البقرة الآية السابعون والمئة الحادي والثلاثون وقوله أولو كان آباءهم لا يعطلون شيئا ولا يهتدون حرف واحد في المائدة الآية الرابعة بعد المئة الثاني والثلاثون قوله فمن يضطر وغير باج ولا عاد فلا إثن عليه حرف واحد في البقرة الآية الثالثة والسبعون والمئة وقوله فمن اضطر وغير باج ولا عاد فإن ربك غفور رحيم حرف واحد في الأنعام الآية الخامسة والأربعون والمئة وقوله فمن اضطر وغير باج ولا عاد فإن الله غفور رحيم حرف واحد في النحل الآية الخامسة عشرة بعد المئة الرابع والثلاثون قوله لفي ضلال بعيد حرف واحد في سورة حام عين سينقاف يمعرون في الساعة لفي ضلال بعيد الشورى الآية الثامنة عشرة قوله لفي شقاق بعيد حرفان واحد في البقرة الآية الثالثة والسبعون والمئة وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اثنان وفي الحج وإن الظالمين لفي شقاق بعيد الآية الثالثة والخمسون قوله حقا على المحسنين حرف ونفض في البقرة الآية الثالثة والثلاثون بعد المائتين قوله حقا على المتقين حرفان في البقرة أيضا الآيتان الثمانون بعد المائة والحادية والاربعون بعد المائتين السادس والثلاثون قوله والفتنة أشد من القتل حرف واحد في البقرة الآية الحادية والتسعون والمئة وفيها والفتنة أكبر من القتل الآية السابعة عشرة بعد المائتين قوله والله يرزق من يشاء بغير حساب حرفان واحد في البقرة بغير حساب إن كان من ناس أمة الآية الثامنة عشرة بعد المائتين والثالثة عشرة بعد المائتين السابع والثلاثون وفي النور ويزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الآية الثامنة والثلاثون قوله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب حرف واحد في آل عمران الآية السابعة والثلاثون قوله أو سرحوهن بمعروف حرف واحد في سورة البقرة الآية الحادية والثلاثون بعد المائتين وقوله أو سرحوهن بمعروف حرف واحد في الطلاق الآية الثانية قوله ذلك يعظو به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر حرف واحد في البقرة الآية الثانية والثلاثون بعد المائتين وقوله ذلكم يعظو به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حرف واحد في سورة الطلاق الآية الثانية الرقم الرقم أربعون قوله كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا حرف واحد في آل عمران الآية الحادية عشرة قوله كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله حرف واحد في الأمثال الآية الثانية والخمسون قوله كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم حرف واحد في الأمثال الرابعة والخمسون الحادي والأربعون قوله قالت رب أن يكونني ولد حرف واحد في آل عمران الآية السابعة والأربعون قوله قالت أن يكونني غلام حرف واحد في مريم الآية العشرون الثاني والأربعون قوله والله ولي المؤمنين آل عمران حرف واحد الآية الثامنة والستون قوله وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قوله والله ولي المتقين حرف واحد في الجاسية وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين الآية التاسعة عشر الثالث والاربعون قوله واكثرهم الفاسقون حرف واحد العمران العشرة والمئة واكثرهم الكافرون حرف واحد النحل الثالثة والثمانون وهي قوله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون الرابع والاربعين ومن النصر الله من عند الله العزيز الحكيم حرف واحد آل عمران السادسة والثلاثون والمئة ومن النصر الله من عند الله إن الله عزيز حكيم حرف واحد الأنثال العشرة الخامس والاربعون لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم حرف واحد آل عمران الثالثة والخمسون والمئة لكي لا تأسوا على ما فاتكم حرف واحد الحديث الثالثة والعشرون السادس والاربعون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم حرف واحد آل عمران السابعة والستون والمئة قوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم حرف واحد الفتح الحادية عشرة السابع والاربعون قوله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها حرف واحد في أول النساء الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها حرف واحد الأعراف التاسعة والثمانون والمئة قوله الثالثة عشرة قوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه حرف واحد المائدة الحادية والاربعون التاسع والاربعون فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين حرف واحد المائدة الثانية والتسعون فإن توليتم فإن ما على رسولنا البلاغ المبين حرف واحد التغاضل الثانية عشرة ومن أصدق من الله قيل حرف واحد النساء الثانية والاثنين والمئة ومن أصدق من الله حديثا حرف واحد النساء السابعة والثمانون الحادي والخمسون قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب حرفان النساء الآية الخامسة بعد المئة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم الزمر الآية الثانية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله وقوله إنا أنزلنا عليك الكتاب حرف واحد في الزمر الحادية والأربعون الثاني والخمسون قوله إن تبدو خيرا أو تخفوه حرف واحد النساء التاسعة والأربعون والمئة إن تبدو شيئا أو تخفوه حرف واحد الأحزاب الرابعة والخمسون إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قاد ضلوا ثلاثة أحرف في النساء قاد ضلوا السابعة والستون والمئة في محمد وشاق الرسول الثانية والثلاثون وفيها أي في محمد ثم ماتوا وهم كفار الرابعة والثلاثون حاشية والآيات الثلاثة تشترك في صدرها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله انتهت الحاشية انتهى الوجه الأول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله حرف واحد في الحج والمسجد الحرام الخامسة والعشرون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا حرف واحد المائدة الآية الثانية يبتغون فضلا من الله ورضوانا حرفان في الفتح التسعة والعشرون ورضوانا سيماهم في الحشر الثامنة ورضوانا وينصرون الله فلا تأسى على القوم الكافرين حرف واحد المائدة الثامنة والستون فلا تأسى على القوم الفاسقين حرف واحد المائدة السادسة والعشرون هذا سحر اللبين ثلاثة أحرف في النمي الثالثة عشرة فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين في الأحقاف السابعة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين في الصف السادسة فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا إفك مبين في النور ظلم المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الثامنة عشرة فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم حرف واحد الأنعام الخامسة فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء حرف واحد الشعراء السادسة مشتبها وغير متشابه حرف واحد الآية التسعة والتسعون متشابها وغير متشابه حرف واحد كلاهما في الأنعام وهذه الآية الحادية والأربعون بعد المية وإن يمسسك بخير الأنعام السابعة عشرة وإني يردك بخير ينس السابعة بعد المية أو كذب بالحق حرف واحد العنكبود الثامنة والستون وكذب بالصدق حرف واحد الزمر الثانية والثلاثون إنهي إلا حياتنا الدنيا حرفان في الأنعام التسعة والأشرون وقالوا إنهي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين في المؤمنون التسعة والأشرون إنهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين الجافية الرابعة والأشرون ما هي إلا حياتنا الدنيا حرف واحد خير للذين يتقون أفلا تعقلون حرفان الأنعام الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون خير للذين يتقون أفلا تعقلون قادر نعلم في الأعراف التسعة والستون والمئة والسبعون والمئة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون للذين اتقوا أفلا تعقلون حرف واحد يوسف التسعة والمئة انظروا إلى ثمره إذا أثمر حرف واحد الأنعام التسعة والتسعون كن ثمره إذا أثمر حرف واحد الأنعام الحادية والأربعون والمئة إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله حرف واحد الأنعام السابعة عشرة والمئة إن ربك هو أعلم بما هنضل عن سبيله حرفان النحل الخامسة والعشرون والمئة عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ونوم السابسة والسابعة بأليكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله كذلك زين للكافرون ما كانوا يعملون حرف واحد الأنعام الثانية والأشرون والمئة كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون حرف واحد يونز الثانية عشرة كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون حرف واحد الأنعام الخامسة والعشرون والمئة ويا جعل الرجس على الذين لا يعقلون حرف واحد يونس المئة ذلك أن لنكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون حرف واحد الأنعام الحادية والثلاثون والمئة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون حرف واحد هود السابعة عشرة والمئة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حرف واحد الأنعام الثانية والأربعون والمئة وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم حرف واحد النحن الخامسة والثلاثون وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِلَّاقُ حرف واحد الأنعام الحادية والخمسون والمئة وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِلَّاقُ حرف واحد بل إسرائيل أي الإسراء الحادية والثلاثون من جاء من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حرف واحد الأنعام الستون والمئة من جاء بالحسنة فله خير منها حرفان النمي التاسعة والثمانون فله خير منها وهم فزع لومئذ آمنون القصص الرابعة والثمانون فله خير منها ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجز إلا مثلها حرف واحد الأنعام الستون والمئة ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون حرف واحد القصص الرابعة والثمانون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار حرف واحد النمي التسعون وأنا أول المؤمنين حرف واحد الأعراف الثالثة والاربعون والمئة وأنا أول المسلمين حرف واحد الأنعام الثالثة وستون والمئة ضعفا من النار حرف واحد الأعراف الثامنة والثلاثون ضعفا في النار حرف واحد صاد الحادية والستون نصيرا من النار حرف واحد المؤمن أي سورة غافر السابعة والأربعون هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون حرف واحد الأعراف الثالثة بعد المئتين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون حرف واحد الجافية العشرون وهو الذي يرسل الرياح حرف واحد الأعراف السابعة والخمسون وهو الذي أرسل الرياح حرف واحد الفرقان الثامنة والأربعون الله الذي يرسل الرياح حرف واحد الروم الثامنة والأربعون والله الذي أرسل الرياح حرف واحد فاطر الداسعة أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين حرف واحد الأعراف الثمانون أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون حرف واحد النمل الرابعة والخمسون بل أنتم قوم مصرفون حرفان الأعراف الحادية والثمانون ياسين التاسعة عشرة وفي النمل بل أنتم قوم تجهلون الخامسة والخمسون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها حرف واحد الأعراف الرابعة والتسعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا قال مترفوها في سبق الرابعة والثلاثون وفي الزخرف الثالثة والعشرون أولم يهدي بالواو حرفان في الأعراف أولم يهدي للذين يارثون الأرض المئة وفي السجدة السابسة والعشرون أولم يهدي لهم من كم أهلكنا أفلم يهدي لهم حرف واحد طاها الثامنة والعشرون والمئة فما كانوا ليؤمنوا حرفان في الأعراف الحادية والمئة فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل في يونس الرابعة والسبعون فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل وما كانوا ليؤمن يونس الثالثة عشرة فأرسل معي بني إسرائيل حرف واحد الأعراف الخامسة والمئة ودعث في المدائن حاشرين حرف واحد الشعراء السادسة والثلاثون بكل ساحر علم حرفان الأعراف الثانية عشرة والمئة يأتوك بكل ساحر علم يونس التاسعة والسبعون يتوني بكل ساحر علم وبكل ساحر علم حرف واحد الشعراء السابعة والثلاثون وإما أن نكون نحن الملقين حرف واحد الأعراف الخامسة عشرة والمئة وإما أن نكون أول من ألقى طاه الخامسة والسبتون ثم لا أصلبنكم أجمعين حرف واحد الأعراف الرابعة والأشرون والمئة ولا أصلبنكم أجمعين حرف واحد الشعراء التاسعة والأربعون إنما علمها عند ربي حرف واحد الأعراف السابعة والثمانون والمئة إنما علمها عند الله حرفان الأعراف السابعة والثمانون والمئة الأحزاب الثالثة والستون نسقيكم مما في بطونه حرف واحد النحل السادسة والستون نسقيكم مما في بطونها الحادية والعشرون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا الأمثال الخامسة والخمسون إن شر الدواب عند الله السمم البكم الثانية والعشرون فصدوا عن سبيله حرف واحد التوبة التاسعة فصدوا عن سبيل الله المنافقون الثانية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره حرف واحد التوبة الثانية والثلاثون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله موتن نوري الصف الثامنة والله يشهد إنهم لكاذبون حرفان التوبة السابعة والنئة الحج الحادية عشرة وفي التوبة أيضا والله يعلم إنهم لكاذبون الثانية والأربعون فلا تعدي بك أموالهم ولا تعدي بك أموالهم حرفان في التوبة الخامسة والخمسون والخامسة والثمانون حاشية والآيتان فلا تعدي بك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وهي الخامسة والخمسون الثانية ولا تعدي بك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا الآية الخامسة والثمانون وانتهت الحاشية ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم حرفان في التوبة السابعون ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم حرف في إبراهيم التسعة وماتوا هم فاسقون حرف في التوبة الثامنة وماتوا هم كافرون حرفان في التوبة الرابعة والثمانون والخمسة والعشرون والبئة وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون حرف واحد في التوبة الثالثة والتسعون وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون السابعة والثمانون وفي المنافقون فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون الثالثة ثم تردون بلاعالم الغيب والشهادة في براءة والدمعة الرابعة والتسعون والثامنة وفي براءة وستردون الخامسة والمئة ان الله لذو فضل على الناس يونس السبتون وان ربك لذو فضل على الناس النمل الثالثة والسبعون فاتبعهم فرعون ودنوده حافل في يونس التسعون وفي طاها الثامنة والسبعون بجنوده من لدن حكيم خبير هود الاولى النمل السادسة من لدن حكيم عليم وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه هود الثالثة وفي هود ايضا الثانية والخمسون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ولئن اذقنا الانسان منا رحمة الاية التاسعة وفي عين سي قاف الشورى الثامنة والاربعون وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمة ولئن اذقناه نعماه بعد ضراء مست حرف واحد حرف واحد هود العاشرة في حانهم السجدة ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست حرف واحد فصلة الخمسون لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون حرف واحد هود الثانية والعشرون في النمل الخامسة اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرة هم الاخسرون النحي التاسعة والمئة لا جره انهم في الاخرة هم الخاسرون فلا تبتأس بما كانوا يعملون يوسف التاسعة والستون وفي هود السادسة والثلاثون بما كانوا يفعلون هود حتى اذا جاء عمرنا وفاردت النورق المحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن المؤمنون السابعة والعشرون من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم هود السابعة والخمسون ان ربي على كل شيء حفيظ سبق الحادية والعشرون وربك على كل شيء حفيظ هود تلك من انباء الغيب نوحيها اليك التاسعة والاربعون يوسف الثانية بعد المئة ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك هود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى التاسعة والستون العنكبوت ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى الحادية والثلاثون هود الثانية والثمانون وانطرنا عليهم حجارة من سجيل الحجر الرابعة والسبعون وانطرنا عليهم حجارة من سجيل يوسف الثانية انا انزلناه قرآنا عربية الزخرف الثالثة انا جعلناه قرآنا عربية الرعد السابعة والثلاثون انزلناه حكما عربية يوسف السابسة والستون قال الله على ما نقول وكيل القصص الثامنة والعشرون والله على ما نقول وكيل الحجر الرابع وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم الشعراء الثامنة بعد المئتين الا لها منذرون الحجر الحادية عشر وما يأتي من رسوله ان لا كانوا به يستهزئون الزخرف السابعة من النبي الحجر الثانية عشر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين الشعراء المئتان سلكناه بغلام عليم حرفان الحجر الثالثة والخمسون انا نبشرك بغلام عليم الذاريات الثامنة والعشرون وبشروه بغلام عليم الصافات الحادية والمئة فبشرناه بغلام حليم الحجر بيوتا امين الثانية والثمانون الشعراء التاسعة والاربعون والمئة بيوتا فارهين النحل التاسعة والثلاثون ليبين له الذي يختلفون فيه وفيها الرابعة والستون لتبين لهم الذي اختلفوا فيه النحل الحادية والستون ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب فاطر الخامسة والاربعون ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب النحل الثامنة والسبعون وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة لعلكم تشكرون في سجدة لقمان التاسعة قليلا ما تشكرون وكذلك في الملك الثالثة والأشرون في بني اسرائيل الاسراء الثامنة عشرة مذنوما مدحورا وفيها الثانية والأشرون مذنوما مخذولا وفي الاسراء التاسعة والأشرون ملوما محصورا وفيها التاسعة والثلاثون ملوما مدحورا وفي الاسراء الخامسة والسادسة والخمسون قل ادعوا الذين زعمتم من دونه وفي سبأ الثانية والأشرون من دون الله في الكهف السادسة والثلاثون ولئن مددت إلى ربي في حان من الساجدة فصلت الخمسون ولئن رجعت إلى ربي في الكهف السابعة والخمسون ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها في سجدة لقمان الثمية والعشرون ثم أعرض عنها في الكهف الحادية والستون فاتقذ سبيله في البحر سربا وفيها الثالثة والستون واتخذ سبيله في البحر عجبا في طاها الثالثة والخمسون وسلك لكم فيها سبلاء في الزخرف العاشرة وجعل لكم فيها سبلاء في طاها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن الثانية عشرة والمئة في الأنبياء الرابعة والتسعون فمن يعمل في الأنبياء الثانية من ذكر من ربه محدث في الشعراء الخامسة من ذكر من الرحمن محدث الأنبياء الرابعة والأربعون بل متعنا هؤلاء وآباءهم الزخرف التاسعة والعشرون بل متعتوا الأنبياء السبعون وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الصافات الثامنة والتسعون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأنبياء الثالثة والسبعون وكانوا لنا رابدين وفيها التسعون وكانوا لنا خاشعين الأنبياء الحادية والتسعون فنفخنا فيها من روحنا التحريب الثانية عشرة فنفخنا فيه من روحنا الأنبياء الثانية والتسعون وأنا ربكم تعبدون المؤمنون الثانية والخمسون فاتقون الأنبياء الثالثة والتسعون وتقطعوا أمرا بينهم المؤمنون الثالثة والخمسون فتقطعوا الحج السابسة والثلاثون كذلك سخرناها لكم وفيها السابعة والثلاثون كذلك سخرها لكم الحج الحادية والخمسون والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم سبأ الخامسة معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم سبأ الثامنة والثلاثون والذين يسعون في آيتنا النور وأن الله تواب الحكيم العشرة الحضرات الثانية عشرة تواب الرحيم الشعراء الثامنة والخمسون وكنوز ومقام كريم الدخان السادسة والعشرون وزروع ومقام كريم الشعراء التاسعة والخمسون كذلك وأورثناها بني إسرائيل الدخان السامنة والعشرون وأورثناها قوم الآخرين الثالثة عشرة في النمل فلما جاءتهم آياتنا موصرة السادسة والثلاثون في القصص فلما جاءهم نوسى بآياتنا بينات السابعة والأربعون في الزخرف فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون السابعة والثمانون في النمل ففزعمان في السماوات الثامنة والستون في الزمر فصائق السابعة والعشرون في القصص ستجدون إن شاء الله من الصالحين الثانية بعد المئة في الصعفات من الصابعين السادسة والأربعون في القصص لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون الثالثة في سجدة لقمان السجدة لعلهم يهتدون القصص الستون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا عن سين قاف الشورى السادسة والثلاثون فما أوتيتم في القصص ولا يلقاها إلا الصابرون الثمانون في حان ما السجدة فصلت وما يلقاها إلى الذين صبروا الخامسة والثلاثون في العنكبوت وإن جاهدك لتشرك بي الثامنة في لقمان وإن جاهدك على أن تشرك بي الخامسة عشرة في العنكبوت الثامنة فلا تطاهما إلي مرجعكم لقمان الخامسة عشرة فلا تطاهما وصاحبهما في الدنيا معروفا العنكبوت التاسعة عشرة كيف يبدئ الله الخلق وفيها العشرون كيف بدأ الخلق العنكبوت الخامسة والثلاثون ولقد تركنا منها آية بينة القمر الخامسة عشرة ولقد تركناها آية العنكبوت التاسعة والأربعون وما يدحد بآياتنا إلا الظالمون وفيها السابعة والأربعون إلا الكافرون الروم الثلاثون فأقم وجهك للدين حنيفة وفيها الثالثة والأربعون فأقم وجهك للدين القيم لقمان السابعة ولا مستكبرا إن كان لم يسمعها الجافية الثامنة ثم يصبه مستكبرا إن كان لم يسمعها الزمر الحديث والأشرون ثم يجعله حطامة الحديد الأشرون ثم يكون حطامة حاميم المؤمن غافر السابعة ويستغفرون للذين آمنوا الشورى الخامسة ويستغفرون لمن في الأرض غافر الحاديث عشرة فهل إلى خروج من سبيل؟ الشورى الرابعة والأربعون هل إلى مرد من سبيل؟ غافر الثامنة والسبعون وخسر هنالك المبطلون وفيها الخامسة والثمانون وخسر هنالك الكافرون فصلت الثانية والخمسون ثم كفرتم به الأحقاف العاشرة وكفرتم به الزخرف الثانية والأشرون وإنّا على آثارهم مهتدون وفيها الثالثة والأشرون مقتدون نوح الرابعة والأشرون ولا تزد الظالمين إلا ضلالة نوح الثامنة والأشرون ولا تزد الظالمين إلا تبارة المدثر الرابعة والخمسون كلا إنه تذكرة عبس الحادية عشرة كلا انها تذكرة الانسان الخامسة كان مزاجها كافورة الانسان السابعة عشرة كان مزاجها زنجبيلا باب الحروف الزوائد والنواقص من المتشابه البقرة الثالثة والعشرون فأتوا بسورة من مثله يونس الثامنة والثلاثون بسورة مثله حاشية عندما نستارد الآياتين الأولئين نجد الأولى منهما تزيد فيها كلمة من بسورة من بينما الثانية جاءت بدونها وهو هنا يعقب موازنة بين الآيات التي تشابهت كلماتها على الرغم مما فيها من زيادة إحداها على الأخرى وانتهت الحاشية البقرة الرابعة والثلاثون إلا إبليس أبا واستكبر صاد الرابعة والسبعون إلا إبليس استكبر البقرة الخامسة والثلاثون وكل منها رغدا حيث شئتما الأعراف ليس فيها رغدا فكل من حيث شئتما التاسعة عشر البقرة الثامنة والثلاثون فمن تبع هداي طاها الثالثة والعشرون والمئة فمن تبع هداي البقرة التاسعة والاربعون وإذ نجيناكم من آل فرعون الأعراف الحادية والاربعون والمئة وإذ أنجيناكم البقرة التاسعة والاربعون يذبحون أبناءكم إبراهيم السادسة ويذبحون البقرة الثامنة والخمسون حيث شئتم رغدا الأعراف الحادية والستون والمئة حيث شئتم ليس فيها رغدا البقرة الثامنة والخمسون وسنزيد المحسنين الأعراف الحادية والستون والمئة سنزيد المحسنين البقرة التاسعة والخمسون فبدل الذين ظلموا قولا الأعراف الثانية والستون والمئة فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم البقرة الثالثة والسبعون ليحاجوكم به عند ربكم آل عمران الثالثة والسبعون أو يحاجوكم عند ربكم الثالثة والثمانون في البقرة وذي القربة واليتامة الثالثة والثلاثون النساء وبذي القربة واليتامة السادسة والاربعون المائدة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين هديه من التوراة قوله مصدقا لما بين هديه ليس معه ذكر التوراة اربعة احرف البقرة السابعة والتسعون مصدقا لما بين هديه وهدى وبشرى للمؤمنين العمران الثالثة مصدقا لما بين هديه وانزل التوراة فاطر الحادية والثلاثون مصدقا لما بين هديه إن الله بعباده لخبير بصير الأحقاف الثلاثون مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق البقرة السادسة عشر والمئة وقالوا اتخذ الله ولدى يومس الثامنة والستون قالوا اتخذ الله ولدى من بعد ما جاءك من العلم حرفان البقرة الخامسة والاربعون والمئة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن وفي آل إمران الحادية والستين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل الره السابعة والثلاثون بعد ما جاءك من العلم حاشيه راه المصنف التشابه في التركيب من بعد ما فتشابه فيه حرفان في البقرة وآل إمران وآتت آية الره بنقص من عن آيتي البقرة وآل إمران وإن كانت هناك آية الرابعة في البقرة وهي الآية ال 20% ولئن اتبعت أهواءهم بعد اللهم جاء كمن العلم لكنها تختلف عن الآيات الثلاث فالفصل كله للزوائد والنواقص وانتهى الهامش انتهى الشريط الحادي عشر وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب البقرة السبسة والثلاثون والمئة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم آل عمران الرابعة والثمانون وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم البقرة الخامسة والاربعون والمئة انك اذا من الظالمين يونس السادسة والمئة فانك اذا من الظالمين آل عمران الستون فلا تكن من الممترين فأما فلا تكونن ثلاثة احرف البقرة السابعة والاربعون والمئة الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حاشية قال في البرهان وحكمته ان الكلام في البقرة عن اليهود وهم أشد جدال انتهت الحاشية اثنان الأنعام الرابعة عشر والمئة منزل من الربك بالحق فلا تكونن من الممترين يونس الرابعة والتسعون لقد جاءك الحق من الربك فلا تكونن من الممترين إلا الذين تابوا وأصلحوا في البقرة الستون والمئة وأصلحوا وبيّنوا النساء السابسة الاربعون والمئة وأصلحوا واعتصموا بالله فأما إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا حرفان ألا عمران التاسعة والثمانون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا اليور الآية الخامسة مثله إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حرفان البقرة الاربعات والستون والمئة ألا عمران التسعون والمئة في اختلاف الليل والنهار حرف في يونس السادسة البقرة الثالثة والتسعون والمئة ويكون الدين لله الأنفال التاسعة والثلاثون ويكون الدين كله لله البقرة الخامسة عشر بعد المائتين يسألون كماذا ينفقون وفيها التاسعة عشر بعد المائتين ويسألون كماذا ينفقون آل عمران الحادية والخمسون إن الله ربي وربكم مريم السادسة والثلاثون وإن الله ربي وربكم الزخرف الرابعة والستون إن الله هو ربي وربكم آل عمران الرابعة والستون بأن مسلمون المائدة الحادية عشر والمئة بأننا مسلمون آل عمران التاسعة والتسعون من آمن تبعونها عوجا الأعراف السادسة والثمانون من آمن به وتبعونها عوجا آل عمران السادسة والشون والمئة وما جعله الله إلا بشرى لكم الأمثال العاشرة إلا بشرى ولتطمئن آل عمران الثالثة والثلاثون والمئة عرضها السماوات والأرض الحديد الثالثة والثلاثون والمئة عرضها كعرض السماء والأرض آل عمران السابعة والستون والمئة والله أعلم بما يكتمون المائدة الحادية والستون والله أعلم بما كانوا يكتمون الأعراف التاسعة والأربعون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الزخرف الثامنة والستون لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من عزم الأمور حرفان قال عمران الساجسة والثمانون والمئة وإن تصبر وتتق فإن ذلك من عزم الأمور الشورى الثالثة والسبعون إن ذلك لمن عزم الأمور حاشية على طريقة المصنف كان حقه أن يعد الحرف الثاني الآية التي تضمنت من عزم الأمور وهي السابعة عشرة من لقمان واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وبهذا يسلم له القول من عزم الأمور حرفان أحدهما في آل عمران والثاني في لقمان وانتهت الحاشية نعود إليها ثم يقول وفي الشورى إن ذلك لمن عزم الأمور ليتبين القارئ الحروف الزوائد عن نواقص في المتشابه وانتهت الحاشية النساء الثانية والعشرون فاحشة ومقة وساء سبيلا الإسراء الثانية والثلاثون فاحشة وساء سبيلا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حرفان النساء الثامنة والثلاثون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان براءة التاسعة والعشرون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون فأما لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فحرف في براءة الخامسة والأربعون النساء الثالثة والأربعون فامسحوا بوجوهكم وأيديكم المائدة السابسة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن يتولهم منكم حرفان المائدة الحالية والخمسون منكم فإنه منهم التوبة الثالثة والعشرون منكم فأولئك هم الظالمون أما ومن يتولهم ليس معه منكم فحرف واحد الممتحنة حاشية الآية التاسعة ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون انتهت الحاشية ساء ما يعملون حرف واحد المائدة السادسة والسكتون فاما ساء ما كانوا يعملون ثلاثة أحرف التوبة التاسعة والعشرة ساء ما كانوا يعملون لا يوقبون المجادلة الخامسة عشرة والسابعة عشرة ساء ما كانوا يعملون لن تغني عنهم أموالهم المنافقون الثانية والثالثة ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وذلك جزاء المحسنين حرف واحد المائدة الخامسة والثمانون خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الزمر الرابعة والثلاثون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين الأنعام الخامسة عشرة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم مثلها في الزمر الخامسة عشرة وفي يونس إني أخاف ليس فيها قل حاشية آية الزمر الثالثة عشرة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وانتهت الحاشية الأنعام السادسة عشرة وذلك الفوز المبين الجافية الثلاثون ذلك هو الفوز المبين قوله ومنهم من يستمعوا إليك حرفان الأنعام الخامسة والعشرون إليك وجعينا على قلوبهم أكنا محمد الثالثة عشرة إليك حتى إذا خرجوا من عندك ومنهم من يستمعون إليك حرف واحد يونس الثانية والأربعون الأنعام التاسعة والعشرون حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين المؤمنون السابعة والثلاثون حياتنا الدنيا نموت ونحية ومثلها في الجافية حاشية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحية وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون الرابعة والعشرون من الجافية وانتهت الحاشية الأنعام الخمسون ولا أقول لكم إني ملك هود الحادية والثلاثون ولا أقول إني ملك الأعراف الثالثة والثلاثون ما لم ينزل به سلطانا الحج حاشية قوله تعالى في سورة الحج الآية الحادية والسبعون ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له من به علم وما للظالمين من النصير انتهت الحاشية الأنعام الحادية والثمانون ما لم ينزل به عليكم سلطانا الأنعام التسعون أولئك الذين هدى الله الزمر الثامنة عشرة أولئك الذين هداهم الله السابعة من الشورى لتنذر أم القرى ومن حولها الثانية والتسعون في الأنعام ولتنذر الثامنة والخمسون والمئة من الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك الثالثة والثلاثون من النحل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك الخامسة والستون والمئة من الأنعام وهو الذي جعلكم خلائف الأرض التاسعة والثلاثون من فاطر وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض الخامسة والستون والمئة من الأنعام إن ربك سريع العقاب السابعة والستون والمئة في الأعراف إن ربك لا سريع العقاب الرابعة والثلاثون من الأعراف فإذا جاء أجلهم ومثلها في النحل حاشية قوله ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب وذلك يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الحادية والستون وانتهت الحاشية التسعة والاربعون في يونس إذا جاء أجلهم السابعة والخمسون الأعراف سقناه لبلد ميت التسعة من فاطل فسقناه إلى بلد ميت الرابعة والسبعون في الأعراف وتنحتون الجبال بيوتا التسعة والاربعون والمئة في الشعراء وتنحتون من الجبال بيوتا الثانية والثمانون في الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا الحادية والمئة في الأعراف ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الرابعة والسبعون من يونس ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل الثالثة عشر في يونس ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين العاشرة والمئة في الأعراف يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون الخامسة والثلاثون في الشعراء يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون حاشية الآية تقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون بزيادة بسحره عن آية الأعراف وانتهت الحاشية الثالثة عشرة والمئة في الأعراف وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا الحادية والاربعون في الشعراء فلما جاء السحرة قالوا لفرعون اينا لنا الرابعة عشر والمئة في الاعراف نعم وانكم لمن المقربين الثانية والاربعون في الشعراء نعم وانكم اذا لمن المقربين السادسة عشر والمئة في الاعراف قال القوا السادسة والستون في طاها قال لالالقوا الثانية عشر والمئة في الاعراف وبطر ما كان يعملون التاسعة والثلاثون والمئة فيها وضاطل ما كان يعملون ومثلها في هود الآية السادسة عشرة الانشون والمئة في الأعراف وألقي الصحرة ساجدين السبعون في طاها فألقي الصحرة سجدا الانشون والمئة في الأعراف قال في العون آمنتم به الحادية والسبعون في طاها قال آمنتم لم ومثلها في الشعراء التاسعة والأربعون الثالث والعشرون والمئة في الاعراف فسوف تعلمون التاسعة والاربعون في الشعراء فلسوف تعلمون حاشر لقد شات المؤلف ان يذكر كما عودنا ومنه تعلمنا عدد المرات التي تكررت فيها فسوف تعلمون فلازم تعضيح ذلك اتماما للفائدة جاءت فسوف تعلمون خمس مرات غير اية الانعام في الانعام فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار الخمسون والمئة وكان حقه ان يذكرها قبل اية الاعراف لتكون اية الاعراف هي التي كررت بعد الانعام جاءت في هود التاسعة والثلاثون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه النمل الخامسة والخمسون فتمتعوا فسوف تعلمون الروم الرابعة والثلاثون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الزمر التاسعة والثلاثون اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون وانتهت الحاشية الخامسة والعشرون والمئة في الاعراف والخمسون في الشعراء انا الى ربنا منقلبون الرابعة عشر في الزخرف وانا الى ربنا لمنقلبون الخمسون والمئة في الاعراف قال ابن ام الرابعة والتسعون في طاها قال يا ابن ام التسعة والثلاثون في التوبة ولا تضروه شيئا السابعة والخمسون في هود ولا تضرونه شيئا الثمانون في التوبة كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الرابعة والثمانون في التوبة كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وفي التوبة كذلك الرابعة والخمسون كفروا بالله وبرسوله الخامسة والخمسون في براءة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم الخامسة والثمانون في براءة ولا تعجبك أموالهم وأولادهم الخمسة والثمانون من براءة يعذبهم بها في الدنيا الخمسة والخمسون من براءة ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الثانية والسبعون في براءة ومساكن طيبة في جنات عدم وردوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم الثانية عشر في الصف ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم السابعة والثمانون في براءة وطبع على قلوبهم الثالثة والتسعون وطبع الله على قلوبهم الرابعة والتسعون في براءة وسيرى الله عملكم ورسوله الخامسة والمئة في براءة والمؤمنون حاشية تختلف الآيتان أيضا في الفعل المقتلن بالسيل سيرى فالسيل مسبوقة بالواوي في الآية الأولى وسيرى وبالفاء في الثانية فسيرى وانتهت الحاشية الرابعة عشر من هود فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا الخمسون في القصص فإن لم يستجيبوا لك فاعلم الستون في هود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة في قصة عاد الثانية والاربعون في القصص حاشية قد تتحقق المماثلة في اتفاق الآيتين في اربع كلمات في هذه الدنيا لعنة وان صدقت بكلمة وأتبعوا في الاولى وأتبعناهم في الثانية انتهت الحاشية وفي هود في قصة فرعون وأتبعوا في هذه لعنة الآية التاسعة والتسعون حاشية وهي مثال للحرف الناقص من المتشابه حيث نقصت كلمة الدنيا عن الآية الاولى من هود برقم ستين وانتهت الحاشية السابعة والستون هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة الرابعة والتسعون فيها وأخذت الذين ظلموا الصيحة السابعة والسبعون هود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم الثالثة والثلاثون العنكبوت ولما أن جاءت رسلنا الثانية والعشرون يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعيما الرابعة عشرة القصص ولما بلغ أشده واستوى السابعون النحل لكي لا يعلم بعد علم شيئة الخامسة في الحج لكي لا يعلم من بعد علم شيئة الثانية والسبعون في النحل وبنعمة الله هم يكفرون السابعة والستون في العنكبوت وبنعمة الله يكفرون السابعة والعشرون والمئة في النحل ولا تكو في ضيق مما يمكرون السابعون في النمل ولا تكن حاشية وجاء في البرهان للزركشي في الجزء الثالث في صفحة الثامنة عشر بعد المئتين في حكمة الحذف ما يأتي وحكمته أن القصة لما طالت في سورة النحل نأسب التخفيف بحذف النون بخلافه في سورة النمل فإن الواو استثناء فيه ولا تعلق لها بما قبلها وانتهت الحاشية السابعة عشر في الإسراء بذنوب عباده خبيراً بصيراً الثامنة والخمسون في الفرقان بذنوب عباده خبيراً السادسة في الكهف فلعلك باخع نفسك الثالثة في الشعراء لعلك باخع نفسك الثانية والعشرون في الحج كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها العشرون في سجدة لقمان كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها الرابعة والثلاثون الحج ولكل أمة جعلنا منسكاً السابعة والستون فيها لكل أمة جعلنا منسكاً الثانية والستون في الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الثلاثون في لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل الخامسة عشر في الزخرف إن الإنسان لكفور مبين الثامنة والاربعون الشورى فإن الإنسان كفور الثامنة والسبعون في المؤمنون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار الثالثة والعشرون في الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الرابعة والثلاثون في النور ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات السابسة والأربعون فيها لقد أنزلنا آيات مبينات السابعون في الشعراء ما تعبدون الخامسة والثمانون في الصافات ماذا تعبدون الأربعون في الممل ومن شكر فإنما يشكر لنفسه الثانية عشر في لقمان ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه السابعة والثلاثون القصص ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده الخامسة والثمانون في القصص ربي اعلم من جاء بالهدى الثانية والثمانون القصص يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر الثانية والستون العنكبوت يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الثامنة والثلاثون مثلها في سبا في العنكبوت والاحقاف وعصينا الانسان بوالديه حسنة الثامنة في العنكبوت الخمسة عشر في الأحقاف الرابعة عشر في لقنام وعصينا الإنسان بوالديه ليس معه حسنا الرابعة والثلاثون في سبأ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها الثالثة والعشرون الزخرف وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير الثامنة في الروم بلقاء ربهم لكافرون العاشرة في السجدة بلقاء ربهم كافرون الحادث والتسعون الصعفات فقال ألا تأكلون السابعة والعشرون في الذاريات قال ألا تأكلون التاسعة والسبعون والمئة الصعفات وأبصر فسوف يبصرون الخامسة والسبعون والمئة في الصعفات وأبصرهم التاسعة في صاد أمعني دغم خزائن رحمة ربك السابعة والثلاثون في الطور خزائن ربك التاسعة في محمد ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله السابعة والعشرون فيها ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله المعارج الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم التاسعة عشر في الذاريات حق للسائل ليس فيها معلوم الخامسة والثلاثون في النازعات يوم يتذكر الإنسان ما سعى الثالثة والعشرون في الفجر يوم يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى سورة الحج الثانية والعشرون كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها سورة السجدة الآية العشرون كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها بدون من غم فصل في المقدم والمؤخر من المتشابه واحد قوله العليم الحكيم أربعة أحرف حاشية المراد بالحرف الطريقة والوجه فمع اختلاف طرق التعبير في الآيات الأربعة الأولى نرىها تختلف عنها بعدها فإن العليم قدمت على الحكيم فيها بينما أخرج في الآيتين بعدها وقال في البرهان وتقديم العليم على الحكيم لأن الإتقان ناشئ عن العلم وكذا أكثر ما في القرآن من تقديم وصف العلم على الحكمة ثم قال ويدلز أن يكون قدم وصف العلم ليتصل بما يناسبه وهو لا علم لنا وفي غيره من نظائر لأنه صفات ذات انتهت الحاشية العليم الحكيم أربعة أحرف البقرة إنك أنت العليم الحكيم الآية الثانية والثلاثون يوسف أن يأتيني به الجميعا إنه هو العليم الحكيم الثالثة والثمانون يوسف المئة لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم التحريم الثانية والله مولاكم وهو العليم الحكيم وقوله الحكيم العليم حرفان الزخرف الرابعة والثمانون وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الذاريات الثلاثون كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم البقرة الثامنة والخمسون وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة الأعراف الحادية والستون والمئة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا البقرة الثانية والستون والنصارى والصابئين الحج السابعة عشرة والصابئين والنصارى البقرة قل إنه ضالله هو الغدى ولا إلي اتبعت العشرون والمئة الأنعام الحادية والسبعون قل إنه ضالله هو الغدى وأمرنا من مسلم آل عمران الثالثة والسبعون قل إن الغدى هضالله البقرة الثالثة والاربعون والمئة ويكون الرسول عليكم شهيدا الحج الثامنة والسبعون ويكون الرسول شهيدا عليكم البقرة الثالثة والسبعون والمئة أهل به لغير الله المائدة الثالثة أهل لغير الله به والمنخانقة الأنعام الخامسة والاربعون والمئة أو فزقا أهل لغير الله به النحل الخامسة عشرة والمئة وما أهل لغير الله به فمن ابطر الرابعة والستون بعد المئتين من البقرة لا يقدرون على شيء مما كسبوا الثامنة عشر في إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء السادسة والعشرون والمئة في آل عمران ولتطمئن قلوبكم به العاشرة في الأنثال ولتطمئن به قلوبكم الخامسة والثلاثون والمئة في النساء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله الثامنة في المائدة كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الثانية والمئة في الأنعام ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه الثانية والستون في غافر ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو الحادية والخمسون والمئة في الأنعام نحن نرزقكم وإياهم في الإسراء الحادية والثلاثون نحن نرزقهم وإياكم حاشية قال في البرهان قدم المخاطبين في الأول دون الثانية لأن الخطاب في الأولى في الفقراء بدليل قوله من إملاق فكان رزقهم عندهم أهم من رزق أولادهم فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم والخطاب في الثانية للأغنياء بدليل خشية إملاق فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم لأنه حاصل فكان أهم فقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد برزقهم وانتهت الحاشية الثامنة والثمانون والمئة في الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله التاسعة والأربعون في يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا الرابعة عشر والمئة في التوبة إن إبراهيم لأواه حليم الخامسة والسبعون في هود إن إبراهيم لحليم أواه منيب الثامنة عشر في يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يعملون الخامسة والخمسون في الفرقان ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم السادسة عشرة في الرعد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا الثالثة في الفرقان لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا السابعة والأربعون في الروم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا الثامنة والثلاثون في الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وكذلك في غافر الثامنة والسبون الرابعة عشر في النحل وترى الفلك مواخر فيه الثامنة عشر في فاطر وترى الفلك فيه مواخر التاسعة والثمانون في الإسراء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن الرابعة والخمسون في الكهف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس السادسة والتسعون في الإسراء قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم الثانية والخمسون في العنكموت قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا السادسة والعشرون في الكهف أبصر به وأسمع الثامنة والثلاثون في مريم أسمع به وأبصر الثالثة والثمانون في المؤمنون لقد وإذنا نحن وآباؤنا هذا من قبل الثامنة والستون في النمي لقد وإذنا هذا نحن وآباؤنا من قبل العشرون في القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى العشرون في ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة إلى يوم الدين آمين انتهى كتاب فنوم الأفنان في عجائب علوم القرآن للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دراسة وتحقيق محمد إبراهيم سليم الناشر مكتبة بن سينة بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية تلبيس إبليس للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد علي أبو العباس الناشر مكتبة القرآن بنصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت تقديم الحمد لله حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وصحبه أهل العين والعرخان وبعد فعدوة إبليس للإنسان بدأت بانتناعه عن تكرين أول إنسان ورفضه وأسيانه لأمر الواحد الديان بالسجود لآذن عليه السلام قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو طاهم الثالثة والعشرون والمئة وهو يستلم كل الطرق والحيل فينسس في صدور الناس من غير أن نراه إنه يراكم هو وقبيره من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الأعراف السابعة والعشرون وكتاب تلبيس إبليس من أشهد كتب الإمام ابن الجوزي حيث أوضح وبيّن فيه كل الطرق إبليس المتشعبة وسب له الملتوية التي يلبس بها على الإنسان ويبعده عن طريق الرحمن وقد حذرنا الله منه فقال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الذقرة الثامنة والستونة بعد المئتين ولإبليس طرق عجيبة في إلباس الشر لباس الخير والخير لباس الشر حتى يلبس على العلماء والزهاد والعباد ومن يدعون التصوف ويخالفون الشريعة والهدي الإسلامي الصحيح وقد ذكر ابن الجوزي وقد عشت مع الكتاب فوجدت فيه المتعة والفائدة الجمه بهذا الأسلوب البسيط مما دعاني إلى أن أبذل جهدي في تحقيق هذا السفر الجليل وأرجو أن أكون قد وفقت في حسن الاختيار راجيا التوفيق الدائم من الكبير المتعال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الأعراف السادسة والتسعون والمئة والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب وأجيثيبنا ويثيب المؤلف أجزل الثواب والله عنده حسن الثواب آل عمران الخامسة والتسعون والمئة ومنه نستمد العون والتوفيق أبو حاتم محمد علي أبو العباس القاهرة مارس سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف رجب سنة تسع واربعمائة وألف للهجرة مع المؤلف ومنهج التحقيق نشأته هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر شيخ الإسلام مذخرة العراق أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد ابن علي بن عبيد الله ابن عبد الله بن حماد ابن أحمد ابن محمد بن جعفر ابن عبد الله بن القاسم ابن النضر ابن القاسم ابن محمد ابن عبد الله بن الفقيه عبد الرحمن ابن الفقيه القاسم ابن محمد ابن خليفة رسول الله أبي البكر الصديق القرشي التيميي البكري البردادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف ولد ببرداد سنة عشر وخمسمائة تقريبا وقيل سنة ثمان وخمسمائة وقيل سنة تسع وخمسمائة توفي أبوه وله ثلاثة أعوان فربته عمته وكان أقاربه تجارا في النحاس فلما ترارا حمرته عمته إلى ابن ناصر فأسمعه الكثير وأسمعه من أبي القاسم بن الحسين وأبي عبد الله الحسين بن محمد البارع وعلي بن عبد الواحد الدينوري وأحمد بن أحمد المتوكلين وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن والفقير أبي الحسن بن الزاغوني والنبة الله بن الطبر الحريري وأبي غالب بن البناء وإسماعيل بن السمرقندي وانتفع في الأدب بعصبة بن الخياط وابن الجوالقي وغير هؤلاء حدث عنه ولده الصاحب محي الدين نوسف وولده الكبير عن الناسخ وسبته الواعظ شمس الدين نوسف صاحب مرآة الزمان والشيخ موفق الدين ابن قدامة وابن النجار وابن خليل وابن ضياء وابن عبد الدين وخلق سواهم حديثه عن نفسه يتحدث ابن الجوزي إلى ابنه أبي القنسم مبينا تجربته في الحياة فيقول وإني لأذكر لك بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي أو تسأل الموافق لي أن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي وإنما هو تربية اللطيف بي فإني أذكر نفسي ولي همة عالية وأنا في المكتب ولي نحو ست سنين وأنا قريم الصبيان ثم رزقت عقلا في الصغر يزيد على الأشياخ فما أذكر أني لعبت في طريق معصبي ولا ضحكت ضحكا خارجا حتى أني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجانع ولا أتخير حلقة مشعبذ بل أطلب المحدث فيحدث بالمثمر فأحفظه فأرجع إلى البيض فأكتبه ولقد كان الصبيان ينزلون دجلة وأتفرجون على الجسر وأنا في زمن الصبا أأخذ خبزا وأقعد حجزة من الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم ثم ألهمت الزهدة فساردت الصوم وتشاغلت بالتقلل وألزمت نفسي صبرها فاستمرت وأحبطت السهر ولم أقنع بفن واحد من العلم بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة وهي الله لي أسباب العلم وبعث إلي الكسب من حيث لا أحتسب ورزقني الفهم وصرعة الحفظ وجودة التصنيف ولم يعوزني شيئا من الدنيا ووضع لي في قلوب الخلق من القبول فوق الحد فقد أسلم على يدي نحو مئتين وقيل تاب في مجالسي أكثر من مئة ألف حاشية عن كتاب نفتة الكبد إلى نصيحة الولد للمؤلف تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم انتهت الحاشية منزلته ومكانته يقول عنه الذهبي في إسير أعلام النبلاء كان رأسا في التذكير بلا مدافعة يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديه ويسهب ويعجب ويطرب ويطند لم يأتي قبله ولا بعده مثله فهو حامل دواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والواقع في النفوس وحسن السيرة وكان بحرا في التفسير علامة في السير والتاريخ موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه فقيها عليما بالإجماع والاختلاف جيد المشاركة في الطب ذات فمن وفهم وذكاء وحفظ واستحضار وإكباب على الجمع والتصنيف مع التصون والتجمل وحسن الشاردة ورشاقة ولطف الشمائي والأوصاف الحميلة ما عرفت أحدا صنف ما صنف ويقول صاحب الهاجم المؤلفين من مؤلفاته الكثيرة المغني في علوم القرآن وأجانع المساميد وأبستان الوعظين والموضوعات وقد سئل ابن الجوزي عن عدد تصاميفه فقال زيادة على ثلاثمائة وأربعين مصنفة منها ما هو عشرون مجلدا وأقل وقد أوصى أن يسخن الماء الذي يغسل به بعد موته بما جمع من براية أقلامه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك فكفت وفضل منها لأن ما كتبه بخطه من كراريس لا يكاد يقبله العقل لكثرته إذا قيس بمدة حياته ابن الجوزي الوعظ أحب الوعظ ولهج به وبرع فيه منذ صغره فكان مجلسه من أكبر المجالس وقد هدى الله على يديه الكثيرين ولذا يقول الشيخ موفق الدين المقدسي كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في الوعظ ويقول ابن كثير عنه تفرد بفن الوعظ الذي لم نسبق إليه ولا يلحق شأوه فيه وفي طريقته وشكله وفي فصاحته وبلاغته وعذوبته وحلاوة ترسيئه ونفوذ وعظه وغوصه على المعاني البديعية وتقريبه الأشياء الغريبة فيما يشهد من الأمور الحسية بعبارة وديزة سريعة الفهم والإدراك بحيث يدمع المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة هذا وله في العلوم كلها اليد الطولة ومن راقفه في الوعظ أنه التفت إلى ناحية الخليفة المستضيء وهو في المجلس فقال يا أمير المؤمنين إن تكلمت خفت منك وإن سكدت خفت عليك وإن قول القائد لك اتق الله خير لك من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم كان عمر بن الخطاب يقول إذا بلغني عن عامري لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم وكما يوسف عليه السلام لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قرقر أو لا تقرقر والله لا ذاق عمر سمنا ولا سمينا حتى يغصب الناس فبكى المستضيء وتصدق بمال كثير حاشية قرقر بطنه صوة من جوع وغيره انتهت الحاشية ومن أحسن أجولته النادرة ما يحكى عنه أنه وقع نزاعا ببغداد بين أهل السنة والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج فأقام شخصا يسأله عن ذلك وهو على الكرسيل في مجلس وعظه فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك فقالت السنة هو أبو بكر لأن ابنته عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الشيعة هو علي لأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحته وهذا من لطيف الأجوبة وقفة مع شعره لأبي الفرج أشعار كثيرة قيل إنها نحو عشر مجلدات وقد وصفها ابن خلكان بأنها أشعار لطيفة ولقد تأثر الناس بشهره حكاما ومحكومين فقد صنع أمير المؤمنين المستضيئ ابن الجوزي ينشد تحت جاره ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك فدعنا المستضيء يمشي في قصره ويقول إيه والله وترعى عين غيرك في ديارك وجعل يكذرها ويبكي حتى الليل ومن شعره قوله وهو يتحدث عن همته وطموحه ما زلت أدرك ما غلى بل ما على وأكابد نهج العسير الأطول تجري بي الآمان في حلباته جري السعيد مدى ما أمل أفضل يتوفيق فيه إلى الذي أعيا سوايا توصلا وتغلغلا لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا ولذي في كتب التراجم أشعار كثيرة نحنة وانتقاد تعرض ابن جوزي في أواخر حياته لمحنة آذته وآلمته ونغصت عليه عيشة ولكنهم تلقانا بالصبر والحمد والشكر فقد وشى به بعض الناس إلى الخليفة الناصر فانفى إلى وانسط بعد إهانته والختم على داره وتشتيت عياله ولقد انتفع أهل وانسط بعلمه واستفادوا إلى أن أفى عنه فعاد إلى بغداد كما انتقده السمعاني بأنه يحب أن يقع في الناس ورد عليه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ثم انتصر ابن الأثير لشيخه السمعاني وذكر أن ابن الجوزي كان كثير الوقيعة في العلماء كما أن اليافعي انتقده ورد عليه وحط من مقداره لأنه يأنكر على علماء الباطن وطعن فيهم وعلى كل فلكل إنسان قادح وماذح وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب الرودة الشريفة محمد صلى الله عليه وسلم وفاته صاعدت روحه إلى بارئها بعد هذه الحياة الحافلة بهذا الخير الكثير والعلم الغزير وذلك في ليلة الجمعة الثاني عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمائة ودفن بعد حمله إلى مقبرة الإيمان أحمد بن حنبل رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء مخطوطة الكتاب طبع الكتاب عدة طبعات وله بدار الكتب المصرية حوالي ست مخطوطات وقد اعتمدنا في التحقيق على مخطوطة محذفة الأسانيد ليسهل على القارئ الاستيعاب وهي تحت عنوان مداحث إسلامية طلعت سبعة وخمسون وثلاثمائة ثمانية وعشرون وثلاثمائة صاد مايكروفيرن رقم سبعة وثلاثين بعد عشرة الآلاف بخط العبد الضعيف حسن بن عبدالله في سنة أربع وتسعين وألف وتحت رقم سبعة واربع وتسعين ومائتين صاد مايكروفيرن برقم ثلاثة وثمانين وعشرة آلاف مداحث إسلامية طلعت أيضا وقد قارنت بين الطبعات للوقوف على سلامة وصحة مختلف فيه بالزيادة والنقصان مع تصحيح من خالف قواعد الإملاء منهد التحقيق سبت في تحقيق الكتاب على النحو التالي واحد ذكرت أرقام آيات وسورها بجوار الآيات مباشرة مع التشكيل اثنان خرجت الأحاديث مبينا الصحيحة منها وغير الصحيح وتعرضت للآثار أيضا ثلاثة فصلت الغامضة من الكلمات بالرجوع إلى قواميس اللغة أربعة قمت بالترجمة لبعض الأعلام من الرواة وغيرهم وعرفت مواضع البلدان خمسة وضعت تعليقات لبعض المواقف التي تحتاج إلى تعليق ستة قدمت للكتاب بدراسة مجزة عن الإمام ابن الجوزي تبين مكانته ومنزلته والله أسأل أي وفقني لما يحبه ويرضاه ويمنحني القبول والسداد عليه توكلت وإليه أنيب المحقق جاءت بعد ذلك صفحتان للمخطوطة الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة مصورتان تبينان خط الناسخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله الحمد لله الذي سلم الميزان العدل إلى أكف ذو الألباب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين بالثواب والعقاب وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب وجعل الشرائع كاملة لا مقص فيها ولا عاب أحمده حمد من يعلم أنه مسبب الأسباب وأشهد بوحدى نيته شهادة مخلص في نيته غير مرتاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد سدل الكفر على وجه الإيمان الحجاب فنسخ الظلام بنور الهدى وكشف النقاب ودين للناس ما مزل إليهم وأوضح مشكلات الكتاب حاشية سدل الثوب سدلا أرخاه وأرسله انتهى وتركهم على المحدة البيضاء لا سرب فيها ولا سراب حاشية السرب المسلك في خفية وبيت في الأرض والسرب ما يرى في نصف النهار واشتذاب الحر كالماء في الصحراء انتهت الحاشية فصلى الله عليه على جميع الآل وكل الأصحاب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والحساب وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أعظم النعم على الإنسان العقل لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بوعثة الرسل وأنزلت الكتب فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس ولما ثمت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بجلائل المعجزات الخارقة سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم ولما أنعم الله سبحانه على هذا العالم الإنسي بالعقل افتتحه الله بنغوة أبيهم آدم عليه السلام فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل فكانوا على الصواب إلى أن انفرد قابيل بهواه فقتل أخاه ثم تشعبت الأهواء بالمنس فشردتهم في بيضاء الضلال حتى عبدوا الأصنام واختلفوا في العقائد والأفعال اختلافا خالفوا فيه الرسل والعقول اتباعا لأهوائهم وميذا إلى عاداتهم وتقليدا لكبرائهم فصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فصل اعلم أن الأنبياء جاءوا بالدوان الكافي وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي وتوافقوا على منهاج لم يختلف فأقبل الشيطان يخلط بالدوان شبه وبالدواء سم وبالسبيل الواضح جردا مذلا حاشية جرد المكان جردا خلا من النبات فهو أجرد وجرد وجرد انتهت الحاشية وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة فأصبحوا يعبدون الأصنام في البيت الحرام ويحردمون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام حاشية السائبة هي النقة المنذورة تسيجب فترعى حيث شاءت فلا يمسها أحد بسوء والبحيرة هي التي تنجب خمسة أبط آخرها ذكر فيحرم ركوبها وتشق أذنها ولا تطرد عن ماء ولا مرعى والوصيلة الشاء التي إذا ولدت ذكرا وأنفى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم أما الحال فهو الفحل الذي نتج من صلبه عشرة أبط فلا يركب ولا يحمل عليه ويترك للآلهة وقد أشارت الآية القرآنية وامتهت الحاشية ويرون وأدى البنات ويمنعون الميرانث إلى غير ذلك من الضلال الذي سوله لهم إبليس فبتعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فرافى عن المقابح وأشارى عن المصالح فسار أصحابه معه وبعده في ضوء نوره سالمين من العدو وغروره فلما انسلخ نهار ودودهم أقبلت أغباش الظلمات فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا حاشية الغبش بقية الليل وظلمة آخره انتهت الحاشية ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح فرأيت أن أحذر من مكايده وأدل على مصايده فإن في تعريف الشر تحذيرا عن الوقوع فيه ففي الصحيحين من حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني حاشية البخاري في الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة الجزء الثالث عشر صفحة الثامنة والثلاثون ومسلم في الإمارة باب يدون ملازمة جماعة المسلمين في الصفحة الحادية والخمسين وانتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال والله ما أظل على ظهر الأرض اليوم أحدا أحدا أحد إلى الشيطان هلاكا مني فقيل وكيف فقال والله إنه لا يحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها حاشية في إسناده الحسين عبدالله المدني قال فيه الحافظ ضعيف من الخامسة مات سنة أربعين ومئة أو بعدها بسنة التقريب الجزء الأول صفحة السادسة والسبعون والمئة التهديد الجزء الثاني صفحة السادسة والتسعون بعد المئتين وانتهت الحاشية فصل وقد وضعت هذا الكتاب محذرا من فتنه ومخوفا من نحن وكاشفا عن مستوره وفاضحا له في خفي غروره والله المعين بجوده كل صادق في مقصوده وقد قسمت بثلاثة عشر بابا يمكشف بمجموعها تلبيسه ويتبين للفاطن بفهمها تدليسه فمن انتهض عزمه للعمل بها ضجمه إبليس والله موثقي فيما قصد وملهني للصواب فيما أعد حاشين التلبيس لا بسا عليه الأمر التبس واختلط واشتبه التدليس دلس البائع كتنعيب السلعة عن المشتري والدلس الخديعة في نسخه والجماعات وستأتي انتهت الحاشية ذكر تراجم الأبواب الباب الأول في الأمر باللزوم السنة والجماعة حاشين في نسخه والجماعات والأصوب ما أثبتناه انتهت الحاشية الباب الثاني في ذنب البدع والمبتدعين الثالث في التحذير من فتن إبليس ومكائبه الرابع في معنى التلبيس والغرور الخامس في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات الثالث في ذكر تلبيسه على العلماء في فنون العلم السابع في ذكر تلبيسه على الولاة والسلاطين الثالث في ذكر تلبيسه على العباد في فنون العبادات التاسع في ذكر تلبيسه على الزهاد العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية الحادي عشر في ذكر تلبيسه على المتبينين بما يشبه الكرامات الثاني عشر في ذكر تلبيسه على العوام الثالث عشر في ذكر تلبيسه على الكل بتطويل الامل الباب الاول الامر بلزوم السنة والجماعة عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ما خطب خطب بالجابية فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد حاشية صفحة النبيل في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم خمسة وستين عمائة بعد الالفين احمد في المسند اللزو الاول الصفحة الصامنة عشرة الحاكم في المستدرك الاول الرابعة عشرة بعد المائة ابن ابي عاصم في السنة الثامنة والثمانون والسابعة والتسعون والثمانمائة السلسلة الصحيحة للالباني برقم ثلاثين واربعمائة وانتهت الحاشية وبهذا القدر من المادة الاضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة